اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهذه أول شيء فحلو أن ننزل في نفس اليوم أنا أول واحد من جمهور محمود أحب أشوف وأعرف تقييم وإيش اللي ساير النقطة الثانية مع كورونا واللخبطة اللي صارت غصباً عندنا مثلاً بننزل أشياء زيباط لأنه ما صار في أفلام أول بأول في السينما أنا يمكن ليه في الأنمي مسلسلات أكتر محمود له في الأفلام العربي وفي الأفلام أكتر فشوية بعدنا الطرق بشكل كبير جداً والناحية الثالثة وهي ناحية عملية بحتة صراحةً لما ما يكون فيه مو تنافس لو ما يكون فيه أحد يشدك حيصير فيه تراخي فأنا شخصية كنت حتى ما أكون ما أتغعمل مراجعة على فيلم معين أشوف محمود نزل خلينا نزل خلينا أشوف وأتوقع محمود نفس الفكرة كمان فحلو أنه نكون يعني مع بعض فقلنا نعمل الشي ده نحاول نعمل سينك وفي نفس الوقت ما يكون على الفاضي نتجابل بشكل شهري إن شاء الله نحاول ونتكلم على الشهر اللي فات وحتشوفوا كيف من غير ما ندي مقدمات أطول أنا تقريباً سريع بس على المقدمة دي أعتقد وسهل قوي نتفع على كده أن أنا المستفيد الرئيسي من التعاون اللي احنا بنعمله ده ومن التقليد الجديد اللي احنا بنقدمه والتعاون والتقليد ده كان فكرتك وجماعة بالعربي يعني من غير أي أسرار حاجة ماهر جابني من على حافة فقدان الشغف خلاص هو جابني من مرحلة كنت بنزل بها حلقة في الشهر حلقتين في الشهر وهقول بص هو كده كفاية قوي يعني وعمل لي سبق حقيقي زي ما هو بيقول إن لأ إحنا عندنا ديدلاين النهاردة فجأة بقيت عاوزة عايزة 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 الموضوع وعارف أني بعد ما حشوف بعد ما عمل الريفيو بتاعتي حتفرج على الريفيو بتاعت ماهر وفرحان قوي لو في تصديق مشترك ما بيننا على بعض النقاط ولو فيه اختلاف حبقى عاوزة تكلم معاه وأقول له إن إنت إزاي شفت ده أو إزاي دي ما حصلتش فبجد هو جابني زي ما بيقول كده من على حافة الشغف أنا كنت على وجهك إن أنا أرمي نفسي خلاص ورجعني لللي بيحصل ده كله عشان كده من العدل ومن الضروري جدا إن أنا أقول لك شكرا قبل أي حاجة مش مش هنسيبك يا باشا إنت اللي بدت ده كله وإنت اللي سحبتنا كلنا يعني يعني هتكمل معانا لآخر المشوار حبيبي يا دود يلا نبدأ طيب أنا فتح قناتك أهو وبعمل عليها نوع من أنواع الرقبة الإدارية إنت أول حلقة عملتها الشهر ده والحلقة دي جابت لي وجهة دماغ شهر مايو إحنا النهاردة بحصات شهر مايو من الآخر حلقة مسلسل زي ما أنت قلت كده أنت أنشط مني بكتير في المسلسلات وبتحبها وبتتفرج عليها أنا بحاول أن أعمل مشروع قانون نحن نلغي مسلسلات من العالم أصلا فدي حلقة أنا ما عملتهاش معاك بس من بعد ما أنت عملتها مفيش مرة بطلع لايف مفيش مرة بخش في آية ديسكشن شفت دي أنسنت هتعمل دي أنسنت رأيك إيه دي أنسنت ليه بقى ليه بقى ماله المسلسل ده ليه مهم كده أنا أقول لك أنا أقول لك فيه له عوامل كتير تساهم أنه يكون شعبوي تمام من ناحية أنه أنا مؤخراً أبغى أحاول أنشر مصطلح مسلسلات التاكوي ما هي مسلسلات التاكوي الخفيفة السريعة اللي الكل يتفق أنها استمتعت ما يبغى لها واحد أنه عنده مستوى معين من التقبل والحب الدرامي والأشياء لا لا سريعة 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 تهتم بتسارع الأحداث أكثر من أي حاجة ثانية هذا منوع من دل المسلسلات الشيء الثاني أسباني المسلسلات الأسبانية مؤخراً والفضل يعني يعود لكثير من النيتفلكس بالشيء هذا صار لها جمهور كبير ومتابعين لها الشيء الثالث القصة فعلاً جميلة القصة حلوة فيها توستات بالهبل سيبك إش المنطقي واللي ممنطقي اللي معمول جزت عشان يديك صدمة ولا لأ توستات كثيرة حلو فالشيء ده بيخلي الناس بيقول لك من ناحية تاكوي ما يلحق يمسك الجوال أنا أريدك صح لما قلت تاكوي خلاص عرفت النساء في التوقعات الفنية مش مرتفعة أوي تعالى نهافاً هفاً جامد فهذه الأسباب طبيعي أنه يكون لو وصل لشخص هي الفكرة بس في الأورنس كيف ممكن نوعي وجود هذا المحتوى صدقني أي أحد حتى لو مماله مرة في المسلسلات حيستمتع هو يتفرج المسلسل وحيستمتع هو بيشوف لحد الأخير هذا السبب اللي يخلى المسلسل يعني بشكل عام يكون عالي اللي جابني أنا بقى مع أنه كثير مسلسلات أسبانية بتنزل وبالذات في نتفليكس ومؤخراً ترى شهية المسلسلات هبطت بشكل كبير المهم عايزة أرجع معك للنقطة دي شهية المسلسلات هبطت بشكل كبير أيوة دي صغيرة مهمة استدنا إركن الكلام ده كله على جامل ليه إيه اللي حصل غزارة الانتاج الانتاج صار مرة غزيرة محمود مرة مرة رجعت أني ما لحك فمن الانتاج يصير غزير الجمهور ما بيروح على مكان واحد بيتوزع بشكل كبير جداً فمهما تعمل على شيء تلاقي ألف واحد بيقولك على ألف حاجة ثانية هذا السبب الأول السبب الثاني فيه ضعف في الكتابة يا مان يعني من مئة مسلسل ستطلع معانا مسلسل بنقول الله رهيب ونما نقول الله اللي لاجي ما حد تفرج عليه حارب هذا اللي زعل لك فهذا الشيء الثاني والأساس الأساس 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 أكثر من مسلسل جات نهايته أحبطتني فصرت أقول طب أنا هأضرب مشوار معاك أربع خمسة سنين يمان تمانية سنين وفي الأخير عشان كده بكرههم عشان كده ما بطرقش المسلسلات دي بس القصيرة لأ مسلسل قصيرة تلاقييني بأمسك فيها بيدي وأسناني أنا عارفية رحلة سبعة حلقات ستة حلقات كأنه فيلم طويل حبتين وبأخلص عشان كده مرخرا ذا أنت مسلسل قصيرة بالزبط بالزبط فهذا اللي خلاني يعني أني أروح آخر نقطة زي ما قلت لك أنه مبني على رواية الرواية أنا الرواية اللي كتبها يعجمني وحق تكوي حق رواياتي كوي حق رواياتي كوي وأجراها عادة هم يسموه يعني مؤلف روايات المطار لأنه إيه عدي الوقت بسرعة وإنت في الطيارة أحداثه سريعة مرة وكي تجلب الصفحات فكل دي الأسباب خلتني أتفرج في الأخير صراحة مسلسل يستحق يستحق الاهتمام وقلت لك اتفرج عليه وقلت لك اتفرج عليه لازم مفيش مرة أعمل معاك حلقة أول أنا أتكلم في الموضوع غير لما اتطلعني بورطة أنا بقالي سنة بدفع تمن التاكون تايتن ودارك مش عايز أقول لك والله والله عيب عليك يا بش سيبك التاكون تايتن نقول لي أنت مالك في الأنيمي وصعب تخش عليه بس دارك يا مان دارك ولا حج التي شيرت اللي عندك يا مان أنا عايز التي شيرت بيدوي الناس اللي بتعاون معهم اللي بيعملوا الدزاين بتاع التي شيرتات دول بيبعتوا لي تي شيرت على أساس أنه بديهي جدا أنك تكون شفته فأنا من ناحية تي شيرت شكله حلو جدا مش حقد رنكر يعني بس مش عايز أتفرج على المسلسل أو معنا أصح دارك دارك للأمانة من المسلسلات وإنت عارف أنا تفرجت عليه وحسيت أنه بريتنشيس كتير ما حسيتش أنه زي وست وورد كده وأنا بني أبينك متشافي شوية فإن النوعية داية ما أخدتش المومنتم اللي هيك تمتوقع شوف هو ما أخدت بطبيعة الحال دوما نتكلمنا على المسلسلات التي كوي هذا العكس تماما هذا ما ياخد إلا فئة معينة من الناس لكن بكل أمانة دارك قدر أنه يوسع القاعدة حق الناس هذه حتى اللي ما لهم في دي النوعية من المسلسلات قدر يزيد الفضول ويكملوا للأخير فهذا اللي أنا يعني أقدره في مسلسل دارك أنه قدر يوصل ل نوعية ناس مختلفة حتى اللي ما يحبوا النوعيات هذه من القصص قدر أنهم يروح لهم يعني بطريقة حلوة طب نروح لقناتك يالا بين أنت أول حاجة عملتها في مي كانت The woman in the window حكينا عن The woman in the window أيها عملنا مع بعض مراجعتين والإحباط واحد أنا لو فاكر أعطيته ستة أنت أعطيته كم تصدق مش عارف بالدرجة دي للنسيان آآ آآ والعلمك ده مؤشر مهم يعني الفيلم اللي تنسى أنت أدت له كم دوت ستة برضو إحنا واو spot on مع بعض أفتكر إيش قدتلي وقتها قدتلي اللي يسمع كلامك يقول حترطيه أعلى واللي يسمع كلامه يقول حترطيه أجل أنت تكيت عليه وأنا رخيت مع أنه التقييم كان أقل بس أنت كلامك كان مهمة أوي لأنك خدت الموضوع في وزنة التمثل مع الرواية لأنك كنت قيري الرواية أيو أيو أنا قريت الرواية وشوفت أنه في جوانب كتير حسيتها مع أنه ضيعوا حاجات جانب يعني أشياء كانت ممكن تخلي الفيلم بشكل أكبر بس لو سبنا من التقييم خلاص الناس شافت تقييماتنا ظاهرت أنه تجيب هذا العدد من الممثلين ومع مخرج متمكن وما تطلع بنتيجة هل هتخلينا ناخدها قاعدة أنه دائما لما تكترى الطباخين تضيع الطبخة على جولهم أنا مش مقتنع بكده بالعكس ده أنا شايف أن المنصات اللي بتدي حرية إبداعية كاملة لصانع الأعمال أثبتت أن الفلتر بتاع البروديوسرز والإجزيجيتف بروديوسرز بتوعية الاستوديوهات الكبرى كان دايما ليهم إضافة بتخلي الحاجة مستسغى أكتر بالنسبة للأوديونس كان عندهم التوتش بتاعت الماركتينج اللي بتسهل الحاجة على الجمهور ده وومن ان دو ويندو لما قريت عنه بكثافة شوية عرفت أنه مسلسل عدة بمراحل متخبطة جدا في الإنتاج بتاعه لأنه خلص وانتهى وكان جاهز للعرضه وبعد كده شبكة التوزيع بتاعته تغيرت وشبكة التوزيع بتاعته لما تغيرت أضافوا عليه وعدلوا عليه وصوروا مشاهد ما كانتش موجودة وحزفوا حاجات كانت موجودة دي عادة حاجة بنسبة تتعدى الستين في المائة سبعين في المائة بتبقى شهادة وفاهم وبكرة للفيلم من قبل ما يتود صحيح يمكن ده اللي ضر ده وومن ان دو ويندو بالإضافة لأنه أو لويات متضربة يا دود الراجل بيبيع حاجة وإحنا جايين نشتري حاجة تانية خلص صح 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 فيلم زي ده منظر إني أدامس كان حيفلوب بشكل بشع قوي كان حيبقى حاجة سيئة إضافة إضافة عن نقطة تبعك أنا قلتها في المراجع بدان قطعتها في المنتاج لأنه أحياناً بطول فوقات المراجعات موضوع الاستيديو واختلاف الاستيديو وأنه تباع فوكس وأنه ديزني والكلام ده كله باعوا الفيلم يعني غير موضوع الفوكس جروب أو إنهم يجيبوا أحد يتفرج على الفيلم ويعطوا أرأيهم يرجعوا يصوروا الفيلم مرة تانية زي ما قلت دي شهادة وفاة مبكرة بس إن من الفيلم ما يكون له صاحب ما أحد حيهتم فيه إنه زي ما قلت أنه زي ما قلت أنت موضوع المنتج المنفذ دايما البرديوسر إنهم ينتبهوا لشغلات بسيطة فبس بعيداً عن ده كله طب يا أخي المخرج يا أخي المخرج ما هو بسيط والطاقة ما استغله بشكل عالي إنت في مراجعاتك قلت نقاط أكتر مني موضوع إنه ما أستغل إسمها المثلة هديك اللي أخذت أوسكار أو ترشحت لأوسكار في The Heightful Eight تعجبني جداً جينيفر جيسون لي عظيم المثلة دي وقديمنا الواضح تماماً إنه هو در وتمسح دي مستحيل تكون جاتل فيلم عشان تعمل اللي هي عملته بالضبط فهين عدم استخدام الأدوات أكتر من القصة والحبكة يا عمي حتى جاري أولدمان عنه تطلع في مشهد واثنين وكانت قوية كان قوية مرضو مش استغلال للقامة هذه يعني لو إيمي آدمز من الرواية أصلاً مكتوبة إنها عايشة مع الشخصية طول الوقت كان هي كمان يمكن ما شفناها طيب داي خلينا أسألك على حاجة هل الأفلام اللي أعدت في العلب كتير أصحابها زي هؤمنها؟ مليون في المين مليون في المين ما بقوش عايزين تخنقوا عليها خلوس هو أبض يا ماشي هو أبض هو أخذ فلوسه يعني أنا ما أقلل من قيمة المخرج أو من قيمة أحد بس في الأخير يا شغلة مهما كانت فنية في لها دور مادي وتلاقيه أكيد دخل في مهاترات قد إيش كترها مع تغييرات الستوديو ومع الفوكس جروب لما نوروا الفيلم لناس وأكيد دخل مضاربات الموضوع سنين موضوع كلها مضون سنتين أو ثلاث سنوات كمانا فتلاقيه دخل مشاريع تانية وبدأ يعمل حاجات تانية سواء المخرج أو حتى الممثلين فيعمل ينزل وخلاص فتكوني أنا عندي أفلام تانية وهذه ضريبة إنك تكون متحكم في شيء بتعمل وأنت قابط في الأخير الشركة اشترت منك وتعمل اللي هي تبغى وحسب العقد والشروط اللي محطوطة يعني وكده فأظن لعبة دور كبير في ده الموضوع فنخاف من إن ده هيحصل كتير في المستقبل هنشوفه كتير في الفترة اللي جاية لأن الأفلام اللي قعدت في العلة بفترة طويلة كتير على رقصهم جيمس بوند وحاجات تانية كتير مهمة هل الحاجات دي لما ييجي موعد عرضها أو يمكن في الشهور أو الأسابيع اللي سبقت عرضها الناس دي غسلت إيدها منها خلاص وصلوا للنقطة بتاعت اعرضوا خلاص بقى عايزتوا الصفحة دي تخش على بعده يمكن في هذا المثال اللي أنت ذكرته الموضوع مختلف تماما لأن الأفلام هذه ستستغل لعادة إحياء السينما بعد كورونا فبالعكس الكل ستلاقيه مركز أنه نبغي ننزل أفلام ترجع الناس للسينما مرة تانية بدل ما نفقد كل الأدوات ونروح لنيتفليكس ونروح لـ HBO Max فأظن أنه وأتمنى أن المخرجين أو المنفذين أو شركات الإنتاج الأفلام اللي نازلها فالـ 2021 يكونوا حذيرين جدا خصوصا أفلام اللي ما بعد الصيف أمريكا ستفتح من جولاي خلاص سيوصلوا للتارجت حق التطعيم أو الهدف التطعيم بشكل كبير جدا أوروبا أكل أغلب الدول برضو بدأت تفتح ووصلوا لهدف التطعيم تبعهم كمان فما في سبب يمنع وصول الأفلام هذه للناس وللعامة فأتوقع السنة دي لأ بس بشكل عام القاعدة موجودة بس 2021 هي استثناء أنا معك أنا معك أنا موافق لأنت بتقوله أنا غابت عني النقطة بتاعت السنمات هتفتح لي لو كانت الفكرة فكرة إن الناس بتسرق سبوت علشان يعرضوا فيها كان ممكن الموضوع يكون بالسودوية اللي أنا قلتها ولكن لو فعلا بنستغل التايتلز دي علشان نرجع الناس للسينما يبقى فيه أمل ونقطة تانية ترى 2020 سيبت من الأفلام اللي ما عرضت في أفلام كتير كانوا خطط إنتاجها وتصويرها ما تصورت فالعجلة الإنتاجية بالكامل وقفت فإنت اليوم حتى أنا كممثل ولا مخرج تلاقي أنا ما عندي الفيلم دا اللي قاعد على جنب أنا لازم ينزل كويس أنا هذا الشيء اللي حرجع لجمهوري بي ما عندي حاجة تانية على جنب فعشان كده 2021 لأ استثنائية وأتوقع أنه أغلب شركات الإنتاج هتكون يعني بقوتها ماركتنج وإعلام وأنه يروح عشان يعني وحنيجي بعد شوية الواحد من الأفلام دي اللي يعتبر أول صدمة الناس مستنية يا عمي لو كنت نزلت وسط كورونا كان أحسن حنجيله بعد شوية حنجيله بعد شوية وأنت عارف أنا أصدق عليه حنجيله بعد شوية يفهياء اللي عارف أنت أصدق عليه يوم يوم اللي بعد طبعا أنا حتى معرفش نقشأك في الأنيمي من أساسه سريعا كده للناس اللي عندي لأنه مش اللي شبهي ممكن يستهل يتشاف دي حاجة طويلة ده سيزن جديد في حاجة صغيرة ولا سيزن قديم ايه ده ايه حكيته ده ايه ده طبعا ماشا شوف في 2019 نزل هذا الأنيمي اسمه ديمون سلير عبارة عن مسلسل تمام من حلقات كثيرة وهكذا الشاهد أن المسلسل أخذ شعبية مهولة بغض النظر عن رأيي الشخص فيه تقييمي له ما هو من التقييمات العالية جدا نعم أخذ معايا تسعة ولا عشر أظن أعطيت ثمانية ونص كأنيمي وكان جميل ويشاهد حتى أولادي شافوا من الأنيميات البسيطة خلت أولادي يشوفوها بذات أولادي اللي بدأ يصير مراهق الآن فالشاهد أنه عمل شعبية كبيرة الفيلم ده جاء بعد الأنيمي اللي لازم تعرفه يا محمود أنه في عالم الأنيمي دائما في عندك السلسلة اللي هو حلقات من عشرين دقيقة وعندك الأفلام نادرا أن الأفلام تؤثر على مسار القصة اللي شفناها في المسلسل فشفت الفيلم وإلا ما شفته ما يفرق هذا الفيلم تحديدا لأ يعتبر سيكول يعني الأحداث بعد ما وقفنا في الأنيمي على طول جاء الفيلم على طول فكل العشاق حقون الأنيمي ضروري أنه يشوف وحيأثر على الأحداث مستقبلا يعني فيه أشياء صارت فيه مو بشكل جذري بس لأ حتفاهمك الشخص يعني مو تفاهمك الشخص بشكل كبير بس حتعرف إحنا فين وساير إيه العالم دامي مستوى القوة إيش هو اللي ساير الأنيمي ببساطة حقق مبيعات خرافية في اليابان هو الأعلى مبيعا في شباك التذاكر فإنما تجيب أعلى مبيعا في شباك التذاكر في سنة كورونا هذا الحالة يعني شعار كافي يقول لك إيه شعبية هذا الأنيمي فعشان كده كان ضروري نشوفه ونعمل عليه وأزيدك وجاني هجوم كبير بعدها أظن ينفع نشوف الفيلم من غير ما نشوف المسلسل ما حتفهم ولا أي حاجة يا مهدي وحرام تبدأ على أنيمي من ده شي لا ما ينفعش وانا بقول لك أنا والموضوع ده عمرنا ما حنبقى أصحاب وعمرنا ما حنعرف نتفاهم مع بعض على يدي حطلع لك مصر وحجلسك جدامي وحشغل لك حاجات أفشر بس خلي كورونا تخلص يعمل ينزل لتعاش يا عم حسن يا عم طيب أنت نزلت مراجعة أنا ما عملت عليها مع أنه كنا متفقين وأنا هنا اللي خذلت فيك فيلم لأنجلينا جولي أنا كنت مخطط أني أروح أشوف الفيلم حتى في السينما بس صراحة كان عيد وكده أو أنت ما شفتوش أصلا بعدين رجعت شغلته أونلاين على HBO Max وكان عيد وكده وما كملت فقل لنا أي حوار نسأل الفيلم ده أنا من البداية حسيت أنه مرة أوبيس مرة واضح حكاية أنه فيه الأب ومع الولد الصغير وإهرب يا ولدي ومدري ما دي أنا وقلت في دي كل اللقطة مع أنه كنت متحمس أشوف أنجلينا جولي على الشاشة أنا أشوفها أمثلة بارعة ننسى توم بريدر على جنب وننسى كل شي أنا أشوفها أمثلة كويسة بس ما قدرت أكمل الفيلم صراحة لا 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 عادي تفتكر فيلم قديم من أيامنا ودي الفيديو سنة 95 كان اسمه The client بتاع Susan Serendon وتومي Lee Jones لما كانت محامية وفيه ولد صغير ما شوفتوش الولد الصغير ده الولد اللي كان شاهد جريمة قتله هو ولد مراهق وبقى محتاج محامي ودخلها المكتب كده وقال لا أنا عايزة تبقى محامي بتاعت وكانت الـ FBI بيضطردوا عشان تاخد منه شهادة وهي اللي بتنصحه ونشأت ما بينهم علاقة فريدة شوية الفيلم ده شارب كتير من روح العلاقة دي الروح روح الشخصية اللي عندها مشاكلها واللي عندها الهموم بتاعتها واللي عندها الأزمة اللي بتمر بيها والكابلنج مش مع طفل ده الكابلنج مع طفل ده معتاد وتعامل منه تيمز كتير قوي لكن الكابلنج مع مراهق دي مختلفة شوية لأن ده مش طفل صغير ده ولد بيتكلم وعنده رأي وصوته عالي وعنده شخصية وعنده أمور زي دي والاختلاف أو التجديد اللي طرق على العلاقة في الفيلم ده أن احنا بقينا في حكاية ريس فور يور لايف الناس ده الولد ده بيتم مطاردته من اتنين قتلة محترفين ايدن جيلن ونيكولاس هوت كاستين شويسز فريدة جدا ومستوى التهديد بتاعهم سوبر مستوى قصوى ومستوى انعدام للأخلاقيات هم عندهم أخلاقيات عمل فقط لغير وتصميم ده تم بشكل كويس جدا وبعدين عندنا العامل بتاع الطبيعة ان احنا في الولدرنس وفي حرائق الغبات فبقوا زي ما تكون كماشة على الشخصيات الفيلم على مستوى الكاست هيل في عندنا جون بيرنتال عندنا انجلين جولي بترجع مرة تانية لأفلام العادية حتى بالتعبير اللي أنا استخدمته في المراجعة مش ماليفسنت ولا الرصاصة اللي بتعمل سكروف الهوى ولا المرأة التي هزمت الشيطان ولا الحاجات دي كلها فيلم عادي وده ما كانها الطبيعي لأنها في تقدير الشخصي ممثلة مش عظيمة بس كويسة وليها القبول بتاع النجوم الكبار فهي محتاجة تكون موجودة في افلام زي دي على طول مشكلتين الفيلم الرئيسيتين ان الفصول بتاعته تبان مش كتير وده ممكن يكون الغرض بتاعه ان هو يتقرب من شكل مواجهات الواقع والحاجة التانية انه ده فيلم التيلر شيردن فلما تتفرج عليه هتلاقي نفسك بتجري بسرعة طب ده ايه بالنسبة لسيكاريو طب ده ايه بالنسبة لهيلور هايووتر طب ده ايه بالنسبة للحاجات الجميع لويند ريفر طب ده ايه بالنسبة لده كله وراهم كله جاوبني للأسف خطوة الور انا صراحة البريميس من البداية ما كان انا صراحة اوضغلط في الافلام الفيلم كله ساعة ونص ساعتين حرام ان يدخل البداية توقفك من الفيلم بس انا صراحة هذا اللي صار معايا البداية كانت عادية جدا ما كان فيه شي يخليني ان انا اكمل وفي نقطة بس انا قطعت كلامك كمل وارجعلك فيها على انجلينة جولي تحديدا لا لا انا ما كانتش عندي نقطة اعوز اقول ان كنت عزيز لك انت شفت ويند ريفر ايو شفت ويند ريفر رائعك رهيب جميل جدا مستوى شد الأعصاب اللي وصل بالذات يعني معنى هدوء كان قاتل في البداية بس يمكن امدك تحس بالشد اللي صاير الرغم من الهدوء اللي صاير الجو العام اللي موجود كله والثلج الاشياء دي يعني هنا كمان يجي التلاعب بالكاميرا والصورة يدخلك الجو العام انه ترا فيه حاجة حتصير ويت استنى انتظر وفعلا صارت اشياء مش حاجة هذا الفيلم كان العكس ويمكن هنا اريد ان افتح موضوع وحنربط مع فيلم ومسلسل كلنا اتكلمنا عليهم ممكن هنجيبوا بدري شوية دوبا اتكلمنا على The Woman in the Window واللي هو فيه ايمي آدمز وكلنا قلنا شفت مراجعاتك ومراجعاتي هي اللي شارت الفيلم بالكامل ايمي آدمز قامة تمثيلية وفي حاجة انا مرة صارت تعجبني في ايمي آدمز تختار الادوار المناسبة للفئة العمرية اللي هي وصلتها كلام سليم يعني هي انسانة جميلة يعني فائقة الجمال مش دلوجل مش عايشة في الواهد اي اي انسانة فائقة الجمال فهذا مو لازم تطلع دايما دور السكسي والشياء دي يكونوا لأ بتطلع دور في عمرها تبهدل من نفسها تطلع بملابس اي كلام ووجهها من غير ميكاب وبتعيش اخر اخر حلاوة كمان عندنا حنتكلم ما حنيجي بعد شوية للمسلسل حد ميرو في اس تاون شوفنا كمان نفس الشي على كيت وينسلت ادتنا نفس الدور ما هعيد نفس الكلام نيكل كيدمن على الرغم انه هي برضو كبرت والعمليات وشد الوجه وكله بس بتعيش فئتها العمرية وتختارها الأشياء الأرستقراطية بزيادة عشان تأطيك الجو انه هي الست الليدي عارف فتحس في اختيار موفق بين شكلها الادمية جمالها وتقدر عملت في نفسها مع الدور اللي مختارها هنا الفخ اللي وقعت فيه بالنسبة لي أنجلينا جولي أنجلينا جولي ما حد يختلف على جمالها تمام والعمر بيعدي والادمية كل ما لها بتزداد جمالا هذا لا يقلل من قواتها التمثيلية لا حد يفهم غلط بس في نفس انت شايف انها الموصلة قبل مش جامدة بس كوي يجي منها يعني براد بيت مثلا الناس تشوفه وسيم تحسب انه بيجيبوه بس في افلام الوسامة لا دمس الهايل تمام أنجلينا مفي نفس المستوى حق التمثيل حق براد بيت بس مو انه أنا أسطح منها عشان جمالها وقل جابوها بس عشان شكل لا يجي منها اداء تمثيلي حلو؟ لكن في هذا الفيلم أنا أشوف الطاقم واختيارها لهذا الدور ما كان موفق على الاقل من البداية جبت لي وحدة جاية في الغابات وحق اطفاء الحرائق أنا ما جاي معايا يمكن أنا سخيف يمكن أنا سطحي يمكن أنا ما بقى طل أكتر من الواجهة أو الشكل الجميل اللي أنا قدامي بس مو جاي معايا أبدا الأسنان البياض اللبس اللخصر الدنيا دي كلها وجاي في مكان حق غابات ووسط رجال مو جاي معا مو جاي معايا أحس انه أنجلينا جولي ما تنفع تعملي كل شيء لازم تعرفي انتي فين وتقدمي على هذا الأساس وحتى لو طلعت بدور في هذا المكان غيري من ملامحك شوية غيري من شكلك شوية خليني أحس انك تنتمي لهذا المكان وشفى أي مكان آخر وهذا اللي شفت مثلا مع أيمي آدمز ولا المثال حكيت وينسلت وهي شرطية وكيف طالعة شرطية طالعة انها من بلدة صغيرة طالعة انها أم طالعة كل العمر مش معاك قوي في حتة التناسب بتاعت أنجلينا جولي للأجواء بتاعت الموضوع لأن فيه متطلبات بدنية معينة حتى للوظيفة اللي هي بتقوم بيها وشايف ان هي ملأمة لي كونها حلوة يعني بيحصل ان يبقى فيه حاجة بالطريقة دي والعلمك والعلمك ده برضو عنصر مهم في الفيلم لأن بيتقدم من خلال الأحداث انها كانت على عدد من العلاقات مع عدد من الناس اللي حواليها فانت لو جبتلي واحدة بالتفاصيل اللي انت قلتها ما تشتريش انها في يوم من الأيام كانت في علاقة غرامية مع حد منهم أعايز أرجع بس لحاجة سريعة ليه ليه فكرتك بويند ريفر أو ليه محتاجين نتفرج على هيلور هايووتر لأنك لما تيجي تتفرج على الفيلم ده أقل منهم بكل تأكيد أنا أنا بقول وأنا أسف لو دي سبويلر بس it shouldn't be إن ويند ريفر فيه أعظم شوت أوت في تاريخ السينما hands down مع كل الوسترنز اللي في الدنيا included مع كل حاجة في الدنيا included هل دوس هو إشمي داد ما فيهو شوت أوت فيه شوت أوت خرافي فيه مشهد شوت أوت من أعظم ما يمكن بس كل ما تيجي تريتش أب بعنصر من عناصر الفيلم وتقول هو سقفه فين هتلاقي سقفه تحت حاجة تانية عملها تيلر شيريدن برضو ده اللي خلى الفيلم بسرعة كده لو نظم آه فيه شوت أوت حلو بس مش ويند ريفر آه فيه مطاردة حلو آه فيه كيلر حلو بس مش بن فوستر آه فيه معرفش مين بس مش عارف إيه هو ده في رأيي اللي فطس الفيلم في استقباله بشكل عام كلامك سليم مية في المية لأنه وهذا عيب لما أنا الشخص يكون ملم بكل مخرج وبكل كاتب وبكل ممثل وبأدواره السابقة لا إراديا يا جماعة ما هأقدر ما أقارن يعني إحنا بشر في الأخير ولازم نقارن هذا مدخل جيد جدا لفيلم وأظن هو اللي جايك في الليستة بعدي على طول هو اللي جايك في الليستة راثوفمان اللي انت عملته وأنا ما عملتوش لسبب واضح قوي أنه ما نزلش عندنا غير اللي أربع اللي فيه ده بس فالفيلم ده حاج راثوفمان أنا من الناس اللي يعجب لي جاي ريتشي جدا جاي ريتشي ما هو سكورسيزي جاي ريتشي ما هو ما هو تارنتينو لكنه مخرج عنده طابعة خاص أنا أحب أدور عليه وما ينزل فيلم لجاي ريتشي أعديه بالساهل لازم أروح أتفرج عليه واللي يعجبني في غير ريتشي إنه عنده ستايل مشي عليه لفترة طويلة وكان ناجح جدا تارنتينو عنده ستايل بيعمل الشابترات مثلا بيعمل تقديم الشخصيات طريقة معينة الزوايا التصويرية الدم اللي بيطرتش في كل حتة يعني هالستايل تارنتينو ما حيقلل منه لو عمله لحد آخر يوم في عمره خلاص هو عمر قاعدة جماهيرية بالشكل ده غير ريتشي أنا ما يعارف ليش مؤخرا آخر خمسة ستة سنين أحد قل له لأ أخرج من القبعة هذه حاول تقدم شيء أحد يعرف في دماغه أنا مش عارف فقدم لنا يعني حتى كينغ ريتشيرد كان فيه الروح هو كينغ ريتشير ولا كينغ أرثر كينغ أرثر أنا مش أفتوش الحقيقة أنا مش متأكد بس أنا أعتقد أنه كان كينغ أرثر 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 هو عق السرف أرثر أرثر فكان برضو في الروح في الروح بس راح للتاريخي بقى يعني أول مرة يعمل لنا حاجة تاريخية مع أنه ما زال أسلوب التصوير السريع السريع التنقلات السريعة السلو موشن كانت عظيمة وأنا عجبني مع أنه الفيلم ما لاقع استعسام من الناس بس أنا من أوائل الناس وهذه من أوائل الفيديوهات اللي عملت عليها مراجعة وقفت في صفة الكل والجودة يا معا أنا ما يهمني أنا الفيلم عجبني تمام بس بعدها شكله ردت الفعل حاجة هذا الفيلم خلته يخرج عن المسار عمل لنا علاقة دين وما فيهوش ربعة بصمة من بصمات جاي ريتش ده فيلم أتفرج عليه لو ما حدش قال لي إن ده من إخراج جاي ريتش مستحيل لجسد مستحيل تعرف بس برضو فيلم يعني إتس فن مش مشكلة يعني أخر لحويس فضلة من الكارزمة بتاعته بالزبط بالزبط هي آخر حاجة يعني بعد كده خلاص بعد كده راح أدانا فيلم The Gentleman The Gentleman رجع رجع قوية للعصابات للشخصيات الكوميدية للجو العام إنت لو نزلت إني كده أقول لك هذا غيريتش على طول من الجو العام يعني واستغلال للشخصيات والأروع عدد تحس أنه هو قزء التالت بتاع لقستوك وذي وست ناتش تحس أنه قزء التالت 100% 100% يا مان فاستمتعت جدت طب يا مان إنت كنت ماشي حلو في خطك حلو جيت الآن وشوفنا أنه أخذ جيسون ستيثم قلت الله رابع تعاون بينهم رجع مرة ثانية يطلع يا رجل ولا شيء من غيريتش في الفيلم يا ستر ولا شيء أنا بالنسبالي أشوف أنه لمحات بسيطة بس ما قدم حالي هذا لا يعني أنه الفيلم سيء الفيلم ممتع فيلم كأكشن فيلم ممتع فيلم كقصة كويسة استخدام عناصر الفلاشباك وتقديم الشخصيات بطريقة مختلفة عن غيريتشي بس برضو كويسة لكن أنا شخصيا أشوفه أقل بمراحل من أفلام غيريتشي كلها يمكن هذا أقل فيلم لغيريتشي أقل حتى عندي من علاقة دين شخصيا يعني يعني ينفع نقول أنه هو فيلم من أفلام جيسون ستارم؟ لا لا ده راح لفيلمه لأسلوبه ولا ده راح لأسلوبه مازال مازال ستيثم هو أقوى واحد في العالم ويكتر كل واحد بس مو بنفس مستوى الأكشن اللي بنشوفه في ترانسبورترز وفي الأفلام حقها تستيثم وفي نفسه وفي له حاول يعطي ظلمة ودارك كده بس استغل الموسيقى أكتر شيء والموسيقى كانت عظيمة يعني في المستلسة في الفيلم بس غير كده كيفية إنهاء القصة من أبرد ما يكون بالنسبة لي وما بغى عيد المراجعة مرة ثانية شوف الفيلم وقولي فهذا اللي برجع أقوله إنه بربط مع اللي أنت قلته قبل شوية على الفيلم حقا أنجلينا جولي كيف إنه لما نخرج بيعودك على شيء حلو جرب يا أخي جرب سوي اللي تبغى بس إلا وإلا ما حيصدمني يعني هو فاهم أكتر مني مليون في المية بس أنا كمشاهد والف عليك بستايل معين طبيعي تكون ردة فعلي هذه وإنت كمخرج مخضرم أكيد حاسب حساب الجمهورك اللي ولف عليك بحاجة معينة كيف ممكن تكون ردة فعله يعني طيب ده يدفعنا للسؤال مهم جدا إيه هو فيلمك المفضل اللي جايريت آآ باب 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 والله هم يعني سنتش سنتش أنا لما بتسيل السؤال ده ده أقعد أفكر شوية يعني بكل تفاصيله بكل العيوب والفلوس بتاعت التجربة الأولى بس سنتش يكسب عشان حاجة واحدة بس براد بيت أنا والله كنت على لساني اللي براد بتتعامله في سنتش ده حاجة ما تتكررش يعني حاجة مش طبعية يا جماعة إنتوا مستوعبين إنه براد بيت قدم هذا الفيلم وكان قبلها مقدم فايت كلاب وكان قبلها مقدم سيفن وكان قبلها مقدم ده براد بيت في عزو مش 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 كانش بيكافح عشان الأدوار يعني أبدا أبدا يعني يعني كل ماله بيزيد وأنا واعد الجمهور من زمان بحلقة عن براد بيت ودايما معنى مكتوبة والله بس بغالي أرجع أسويها مجنون فعشان كده كانت تسنتش طيب دورك دلوقتي هنروح قناتك هنروح قناتيننا دلوقتي هنجتمع ارمي ارمي افنا ديد يا باشا احنا فجأة وبدون أي مقدمات لقنا نفسنا في ثلاث أفلام وارا بعض بيشكلوا ثلاث عودات لثلاث صناع أفلام كبار صحيح يعني احنا عدينا على تيلر شيردن وعدينا على جاي ريتشي ودلوقتي رحنا للزاك الكبير بيكزي يا أخي أبغى 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 أسيب لك المايك بعد ما أقول كلمة واحدة وبعدين نتناقش أنا وانت عليها زاك سنايدر اليوم صار عبارة عن نقطة خلاف بين الجمهور هذا الشي لأنه استغل قوة السوشيل ميديا فهو لازم يدفع ثمن هذا الشي وهذا انت حتخذنا الحتة الحتة مضلمة دلوقتي مليون في المية مليون في المية أنا اللي صار والزخم والسبورت والدعم اللي جاء لزاك سنايدر مع سنايدر كت أتقلب عليه بالكامل مع أرمي أوف ديت أنا من يمسكو أتقلب عليه في أرمي أوف ديت يا راقل أنا محسنت شكل خلص أنا حسنت فيه قوي أنا حسنت فيه قوي سواء في تقييمات آيم دي بي سواء في ردة الفعل للناس على المراجعة اللي عندي شوف على الرغم أني أنا ما أقرأ كل تعليق عندي في المراجعات بس فيه بوادر توضح لي الاستقبال للمراجعة من الدسلايكات من عدد الكومنس اللي موجودة من مقارنة طبعا بالنسبة وتناسب مع كمية المشاهدات التويتر لما يبدأ يتحرك الناس تبدأ تتريك واللي يبدأ يقطع مشاهد فأعرف إنه في شيء ساير فهنا عرفت إنه الناس قلبت على زاك سنايدر ويمكن مش جمهوره مش جمهوره الجمهور اللي من بره بيشوف الدعم لزاك سنايدر فبدأ يقول لك ده التطبيل لزاك سنايدر مين هما جمهور زاك سنايدر زاك سنايدر جمهور زاك سنايدر هما جمهور دي سي مش جمهور ما أظن ما أظن ما أظن زاك سنايدر السبورت اللي أخده والدعم اللي أخده آخر سنوات كان من دي سي فانز الناس اللي شافت واتشمين الناس اللي شافت سوبرمان الناس اللي شافت هذا هما اللي كانوا أنا أحب أفرق ما بين الدي سي فانز اللي بيحبوا زاك سنايدر عشان واتشمين والدي سي فانز اللي بيحبوه علشان الفيزيك اللي ده تعطي الـ DC Expanded Universe هم طبعا مختلفين هم طبعا مختلفين بس يكملوا بعض يعني حتى لو أنا شخص من محبين DC الجدد أو من محبين زاك سنايدر الجدد اللي عجبني باتمان في السوبرمان ومانة في ستيل هأرجع أشوف واتشمن وهأتوعى أنه أنه أنا ترى كنت مغيب عن هذه النوعية من الأفلام وأنضم لهذه الناس لأن واتشمن مش وقت حقه خالص الناس كلها عملت تتفرج اسأل أي حد في الدنيا مين أول سوبرهيرو فيلمز طلع الوجه القبيح للسوبرهيروز يقولك The Boys مين هو أول سوبرهيرو فيلمز كان R rated وبالغ جدا في الدموية وفي المحتوى الجنسي يقولك Deadpool لا يا سيدي مش Deadpool كان واتشمن هو اللي أقدم الحاجات دي كلها هو اللي كان فيه أقصى درجات التبرد هو ده زاك سنايدر اللي أنا بحبه أنا شخصيا يعني فيه ناس كتير ممكن تتفاجأ أنه أنا بحب زاك سنايدر ولا أنا بحبه وحتى في الأدوات اللي هو استخدمها عشان خاطر السنايدر كات ورحلته جوا دي سي اللي ليها حاجات واللي عليها حاجات أنا مشكلتي مش معه أنا مشكلتي مع الصورة اللي الأوديينس بيرسموها للشخص ده واللي لو خرج عنها ممكن يقابله اللي قابله زي ما أنت قلت كده مع الوضع في الاعتبار أن أنا حسيت أن Army of the Dead ده وقت مطب صغير الناس عدت عليه ومشيت ولا حد يوقف عنده أصلا رغم الزخم اللي حاولوا يعملوه نتفلكس والهاوس اللي حاولوا يعملوه حالين الفيلم والتغطية والكلام ده كل مع الوضع في الأقدار أن أنا الفيلم عجبني IMDb روح شوف IMDb IMDb أنا بالنسبة لي وتكلمني لو أنت في ده الموضوع قبل كده مع براء أنا أمؤمن بـ IMDb أكثر من Rotten Tomato كمرأة للجمهور والمشاهدين لأنا واحد منهم فـ IMDb التقييم تبع الفيلم كان رابد لي بينزل بطريقة غريبة يعني مش استقبال العادي ده أنا حبيت كلمة غريبة دي حب يا جدع ده أنا أول مرة أحس أن أنا بحب كلمة غريبة إيش معنى؟ على الشان اللي بيحصل على IMDb مش ناتشرال غريب فعلا؟ هو حقيقي غريب هو نتيجة حملات هو نتيجة شغل النجال اللي جان هو نتيجة عشان كده أنا مختلف معك تماما أنه هو مرآة حقيقية لأي حاجة أنا كنت جايك ده حين في نقطة إلين مؤخرا إلين قبل سنة يمكن أو شيء كل ما السوشال ميديا بتتغلغل أكثر في العالم الأفلام وكل ما بتزيد التحذبات في عالم الأفلام IMDb كل ماله بيخرب وكل ما هذه الأشياء بتخش في بعض سواء لمواضيع السياسية أو التحذبية في فيلم السنة اللي فاتت أنا شفته كان لي إيمي آدمس برضو إيقلي مدري إي حاجة اسمه زي كده هلي بيلي إلي جي باين هلي بيلي إي أيو التعملت المراجعة أيو الفيلم كان جميل جدا لكن انظلم في IMDb عشان فيه موضوع سياسي في أمريكا طبعا إش دخل حضرتها أنا بق في الموضوع السياسي دي اللي صار في أمريكا التقييمات في IMDB مؤخرا صارت تحذبية بحتة يعني أنا Attack on Titan أنت ما بتتابعه الحلقة ما نزلت ما نزلت لسه إحنا ما شفناها تخش على الحلقة تلاقيها أخذ عشرة طب بناء على إيه أنا بق يعني ما عليك شفتها في الحلم أو بتعمل إيه هذا لا يقلل من عمل Attack on Titan أبدا بس هي يبين لك شوية من التلاعب اللي بيصير من الانقياد الأعمى خلف التحذبات إن الفكرة كلها ما صارت تقييم الفيلم كأنا اللي شايفه زمان كنا نعتمد إنه جمهور زي زيك لا صار فيه تحذبات وما دقل في التحذبات في شيء إلا خربته فبس هذا اللي دحية للعدالة للعدالة وأنا بحاول إن أنا أميكا بوينت أجينست الريتنج بتاع IMDB للعدل وللأمانة لو أنكرت إنه روتين توميتوس كمان وتقيمات النقاط بتاعته فيها تحذب وفيها حشد وفيها حاجات زي كده أبقى كذاب علشان كده حتى بقول أنا بقول إنه بوصل associة الرئيسية لردود الأفعال الفنية مش الجماهية ولأن أنا شايف إنه ما فيش حاجة اسمه ردود الأفعال الجماهية ردود الأفعال الجماهية لشبكة تذاكر وفيش حاجة تانية غير كده علشان كده بقول إن لردود الأفعال الجماهية على المنصات مش موجودة هي لترلي معدومة لأن المشاهدات مش قدامنا ومش شايفينها وهما بيريليسوا حاجات الله أعلم إذا كانت حقيقية كلام دوات اشتريه وما ما اشتريهوش. بس ده رأيي شخصيا. صحيح صحيح. فلولا جعنا لارمي اوف دا ديد مرة ثانية انا مستغرب من ردة الفعل السلبية. الفيلم مش سيء. الفيلم يعني يعدي. بالنسبة لي عدى. عدى اني ما امسك على نقاط كثير واخصف بالتقييم. انا في افلام كثير ما تعدي. وبنخصف بالتقييم. الفيلم ده عدى. قدت في سبعة. انا تهيلي زيك. سبعة. انا اديته سبعة. انا اظن انت اديته سبعة. برضو سبعة ايه. اديته سبعة معايا. لا انا بدي تمانية. تمانية. يا. اوكي. امكن ات عشان عملت مع مقابلة مع المخرج. اشترك نتفلك. فاق. فاق. اه بزاق. شرب شيء من نعمل. شرب شيء زمبي. انت 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 محب بتحب افلام الزومبي ها? لا ابدا. لا افلام مسلسلاته. انا انا اقوى الجنرة اوي انا بموت في افلام الزومبي. بتشفت ووكينج دد بتتابع ووكينج دد لان انا بهدلوني. شفت اول سيزن من ده ووكينج دد. انه هو ميني سيريز. وبعدين لما لقينا بقى مواسم والدنيا حتكمل. في تأديري الشخصي اي حكاية عن زومبيز ما ينفعش تعمل في موسيج في المسلسل الكبير. ما ينفعش. زومبي ابوكاليبس. اوكي. it's an evening ابوكاليبس. ما بيقعدش عشر مواسم. طب. 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 سؤال. شفت كينج دم الكوري؟. لا. هذا يجب ان ترى. اوكي. هذا لابد. اسمع عن ترينتو بوزان كمان. بس ده مش فتوهش للاسف. ايوه. شوف انا ترينتو بوزان. الأول طبعنا التاني. يعتبر تكملة بايخة ومجرد كاشنج بدأ بيدوي الكوريين يخش في موضوع الحلب زي هوليود فترينتوبوزان جيد كونجدوم جيد عندي ترينتوبوزان أحلى من كونجدوم فيلم في الأخير قدمنا لحاجة جديدة عندي حاجة أنا خايف تعتبر عنصرية الزمن ده الواحد مو عارف إيش اللي ينقال وإيش اللي ما ينقال بس بحكم قامت الآسيويين وسرعة حركتهم وخفتهم بتخوفني أكتر كزومبيز والله وعددهم الكتير نعم ما نخش مع بعض كده بيخوفوني أكتر كزومبيز أنا ملي عارف إذا كان صحي نيقول كده ولا لأ بس يخوفوني كزومبيز هوا غلط بس جابت جدا والله ما عارف أنا أعاسب لأحد أفندده لا أنا نوعية الزومبيز أنا تربيت على إيد زاك سنايدر فيه أنا تربيت على الإعادة بتاعة زاك سنايدر لدون оф دا داد وبعد كده الباردي اللي عملها إيدجر رايت اللي هي شون оф دا داد وبعد كده كل الحاجات اللي أنت عاوزت تفرج عليها انتهاءا بورد وورزي which was فيلم كويس بالنسبة لي برضو رغم أن ده فيلم عادة ببرودكشن هل يعني بس في الآخر ان هو it made it to the other side وقدرت جدا أن واحد زي زاك سنايدر بيرجع للنوعية دي وعنده جديد يقدمه فيها دمجها مع الهيست حطها في ملعب حطها في استاد قصير صغير لأول مرة بيقدم الزومبيس كناس عندهم كوميونيتي والأسباب واضحة ودمج الكلام ده مع بعض وعمل عمل ماتش عمل ماتش حلو في تأدير الشخصية وحب أحلى نقطة قلتها أنت وانت قلتها في مراجعتك أنا ما قلتها في المراجعة وهنا كيف بنتعلم منك يا عنده كيف أعطى كيف أعطى الزومبي الأساسي روح يعني أنا فعلا بقى أشوف شخصية ما هو واحد غبي بس يبغي يأكل لأ ده بيخطط ده بينظم ده بيعمل حاجات دي كلها ففعلا صار عندي فضول الفضول الوحيد الآن اللي عندي لأشوف الجزء الثاني بس أعرف ابن اللي زينة ده طلع من فين إيش اللي طلعوا أساسا ولأنه ما جاوبوا عليهم وهم رايحين لدها على فكرة هم رايحين للبريكل رايحين يقولك ده بقى جمنين بالضبط فأنا هذا اللي عجبني غير الميك أب الكوين دي اللي عملوها حلو حلو الشغل والثياتريكلز بتاعتهم تحس أنه هو عرض بلايه لحد ما بطريقة التكالب فكرة الشخصيات اللاسفي جاسية لما تتقلب لزومبيز حيبق شكلها عامل إزاي بليف تورنات الكاريزمة بتاعت باتيستا أنا بموت فيه أنا شايف أن باتيستا أعظم أعظم ما جاء من عالم البادي واتيفر بمصارعة بقى بجمال أجسام بمعرفش مين على مستوى قدرات التمثيلية ما هوش أعظم ممثل في الدنيا طبعا بس عنده عنده تمثيل بجد أنا بغى جاوب على دي النقطة لأنه أنا هذا شي ما يعرفوه الناس عني يمكن فرصة دحيني إن أنا أقولها أنا متيم بسلفستر ستالون بغض النظر عن التمثيل الآدم ده بحكم إنه أنا كطفل شفت أشياء كتير أكشن جدر أن يؤثر علي بشكل كبير جدا وإلى الآن أحسه يا أخي ما أعرف لي أحسه يتكلم هو أحسه ما يمثل أحسه أنه هو يعني يعني حصدق لو قلت لي إنه هو ده سلفستر حياته كده متبهدلة سيبك من رامبه الأخير وسيبك من كل الريميكس والحلب اللي ما له داعي بس كريد الأول ولا كريد كريد الأول تحديدا والمشهد اللي عملوا معه كريد الأول روكي الأول روكي الأول روكي الأول روكي أكتن جزء عجبني ده أساسن اللي كان معه شي اسمه أنتوني بنديرس أنا مرة أحب الفيلم ده أنا في أفلام لسلفستر ستالون لأن أنا زيك بالظبط إحنا تربينا على شرائط الفيديو بتاعت سلفستر ستالون أعرف أعرف اسمها بالعربي ومعرفش اسمها بالإنجليزي صح صح أنا أعرف فيلم اسمه سجين جوهنم ما عرفش اللي هو بعد كده بسنين عرفت النسمه اللي قدد أنا أعرف النسمه سجين جوهنم وبموت في الفيلم ده عملت مقابرة جبل في القناة عندي في سلسلة من أفضل مع المخرج فارس قدس فكنا نتكلم على دي الأفلام وعلى دي الحقبة تحديدا اللي كنا نشوفها الأفلام مدبلجة ففاكر إيش كان اسم ده راك؟ فيلم ده راك؟ لا حاج نيكولاس كيج عارف الفيلم اسمه إيه بالعربي؟ مفتكرش لأ كان لأ مدرك كونير دي سهلة دي الزلزانة الطائرة الزلزانة الطائرة؟ لا دي ما كانتش عمدين خلاص في دي الزلزانة الطائرة لا ما حصلش عمدين اللي أنا أعرفه ومتأكد منه إن فان دام في الفترة بتاعت التسعينات ونهاية التمانينات دي عمل ملا يقل عن خمستاشر فيلم كان اسمهم لا تراجع ولا استسلام كلهم اسمهم لا تراجع الاستسلام طب داما إهلا دخلنا في موضوع المعضلين لا الموضوع بي معنه إحنا والله مش كتبين حاجة بس بيسينك بطريقة كويسة متزامن بطريقة حلوة جينا على الفيلم اللي خلنا أقول للجمهور يعني خلنا أواجهكم كده وأقول لكم الفيلم ده كنت متفق أنا ومحمود أنا نعمل مراجع عليه وحتى قاد إني اختار اليوم كان دوب أنا راجعين للعمل أنا شخصيا راجع للعمل بعد العيد ولسه نومي متلخبط فبقول لي محمود استنى علي زبط نومي لسه ما صورت ورحت وغصبت نفسي وشفت الفيلم وأنا بعدل نومي النوم طار الغضب وصل هنا ستجالس في السينما من زمان ما دخلت سينما وجالس مخصوب على أني أكمل للآخر وخرجت بأسفل في الفيلم في فويس نوت لمحمود وبقول له أنا ما أتعب نفسي في الوضع ده دو بي راجع ومسافر وبضيع وكتي وبقو نومي وحعمل مراجعة لو أنه ستجيب لي مليون مشاهدة أنا ما حعمل مراجعة سنقول لي هدي أعصابك طيب استنى قلت له ما حعمل مراجعة والفيلم كان فاستان فيوريس أسوأ فيلم شفته من يوم ما فتحت قناتي يا خبر ربيض حرفيا حرفيا عشان ما أبالغ وأقول في حياتي من يوم ما فتحت القناة يعني لو كنت شفته لو عملت مراجعة كنت حدي صفر واحد على الملابس مثلا ولا على الساعات كان فيه ساعة كم ساعة حبيتها كده بس ده ده اللي زي اللي كنت حاضي أنت ما كملتش الفيلم أصلا أنت الفيلم وصل لدرجة أنه هو جيت آوت خلاص أنا خرجني أنا خرجني الفيلم أنا أنا ما قدرت أكمل الفيلم هو ده اللي حصل فعلا هو بعط لي عباعت لي متنرفز اللي هو نظام أنا أول مرة أشوف واحد واخد فيلم بالشكل بريسونال لهذه الدرجة وبعدين أنا بحضر أن أنا تاني يوم حروحه في السينما وحعمل مراجعة بتاعته فالهو طب اهدى طيب طيب يعني استقر كده ونام واشرب شاي واطفر وقول لي هتعمل ايه علشان أنا لمعديش حاجة تانية عاملة وده واقع هو للأسف إحنا اليومين دول في مصر اللي هو نظام لما بييجي فيلم يوديك السينما سيبك من المراجعات وسيبك من الكلام ده كله يوديك السينما بس بتبقى ماسك في تلبيبه يعني ولكن أنا مش مش هاعترض على قد ايه الفيلم ده وحش هاعترض بس على انه غير متوقع ان هو يكون وحش او يحمل اي شيء ممكن المقدمات تخدعك في انك ما تشوفوش هو فيلم جوه هذا العالم السخيف المكرر العمال يزداد في المبالغات فقط لغير مع صحب بعض عناصر الجذب الجماهيري اللي كانت موجودة فيه واستبدالها ببعض الملفات المطوية من الماضي الصحيق فالتوقعات بينا شخصية هان ما انطلعت يعني أنا رسميا قلت يعني ما بغى اقول الكلمة الله يذكر براء بالخير نفس اللي يقولها براء اه اوكي حبيبي الله وحش والله له وحش المسل الكبير بقى فنفس يعني خلاص قلت اما يعني مو معقول يعني اللي بدرجة دي افلسه اللي بدرجة دي افلسته يعني وانا مشكلتي الاساسية انهم بايداوي فاست ان فيوريس السرعة والغضب كنا دائما نسميه ايام الجامعة له ذكره جميلة معايا ترى الجزء الاول نزل في اول سنة اللي هي في الجامعة دوبي خارج من الثنوي ودخلت الجامعة ومتغرب عن اهلي وبتعرف على ناس جديدة وبنتفرج افلام مع بعض فأنا عشت حياتي مع فاست ان فيوريس توكيو دريفت كان اختلاف جميل لقصة الرابع اوكيش الخامس اخذوا لمستوى مختلف تماما ومن اجمل افلام فاست ان فيوريس السادش مش بطال السابع مع موض من افضل افلام فاست ان فيوريس بمقييس فاست ان فيوريس بالزبط 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 في هذا العالم لدرجة اني افتكر في مرة من المرات قلتها مني عارف فين يا رب ما تكون مسجلوا احد عنده التسجيل كنت تقول فاست ان فيوريس من اجمل السلاسل المستمرة وبرافو عليهم يعني انه كان فيه شي بيقدموه وخرج من انه بس سباقات ومدر ايه ودخل لحاجة اكبر وقدر فعلا يخليني اقتنع انه اوكي هذا مصيرهم لما تعمل حاجة خارج القانون بهذه الطريقة حبة على حبة الفلوس بتلعب الظروف بتحطبك وممكن مهما كان غير منطقي السابع لو نهو عليه مع التوديعة ديك حقا السيارة مع الاغنية الجبارة انت كده كان خليتني استمر واقول سلسلة جميلة بكل الافلام الهندية المحشية جوتها لكن انك التامن كان محاولة دف ويمكن المؤثرات البصرية ساهمت بشكل كبير وحنا تعالى نقول البلوت بوينت بتاعت انتقال دون توريتو لانه يقابل فريق وكانت ذكر حل مثلا مثلا بس التاسع دايما لا 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 واضح خروج دا روك أثر على الفيلم انه كانوا مشين في اتجاه بالضبط الكريزمة تاعتهم كانت فرقة فرقة بشكل كبير طبعا وكان فيه كان في توجه للقصة مع الدينماكية الشخصيات مع بعض خروج الدينماكية هذه غصبا عنك لازم تخلق دينماكية اخرى فرجع يستغل حاجات من ورا واشياء من ورا واللي زعالني واللي زعالني انه أنه انت بديت القصة انه 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 الشخصية اللي بلتنا فان ديزل انت بيدي ديني من اول جزء إنه ما عنده عيلة وإنه كون الناس دول إنه ما قد عاش إحساس العيلة تبدأ فجأة ترجع لإنه هو إليان عمر صغير كان عنده أبو وكان عنده أخو وعنده أخت فين العيلة اللي ما كانت عندك دي يا ابني أنت عندك عيلة بس زبالة يعني مو ما عندك عيلة كانت عندك عيلة بس زبالة يعني فخرج رجعوا ده ما ينسمى بالريترو اكتف كونتينيوتي اللي هو نظام مش أنا قلت لك كذا لا ده ده كنت غلطات عنده وعنده وعنده هو مش أنت شفت هان وهو بيولع بس أنت كنت غلطات دي 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 والله هان لما نشفته قاعدت نفسي أطول اللي جنبي أردت لحال السينما أنا ما أحب أحب ما أحب أروح لحال السينما عشان أحب يعني جزء من التواصل الجسدي عندي في السينما من الأشياء اللي أحبها أحب واحد جنبي أضحك معه أضربه وواتيفر فلما نصار ده طللت في الجنبي قلت لي أنا شفته ينحرق أنا شفته بينحرق أنا شفته الشخصية دي وحتى ما حاولوش يبعوها ما قدموش حاجة تخليني طيب ماشي ولا أي حاجة ولا أي حاجة هو كان جوه وفجأة بقى بره ليه علشان كيرت رسل ما له كيرت رسل ما هو أصله بقى موجود مستر نوبادي جيفزة دام وبعدين كل الموال دوت عشان نبرينج باك هان علشان يعمل ايه ولا حاجة تأثيره ايه ولا حاجة فرق في ايه ولا حاجة طب التاريخ بتاعه بقى فيه ايه فيه توكيو دريفت انت متصور ان انا لسه فاكر توكيو دريفت انا فاكر الباركينج وهم نازلين بأمريكو فيه وبس مش فاكر حاجة تقول توكيو دريفت توكيو دريفت بالنسبة لعشاق السلسلة ممكن انا حاق يعني حاق اتقبل لو حتجل انه للنسيان لانه كان شاذ عن السلسلة كاملة بس انا ارجع وقولك انه هو اطرح في مرحلة كويسة وقدم حدوتك اتزريفة وفاكر انا التراك بتاع I wonder if you know how to live in توكيو بالجو بتاعه بالموال بتاعه بالكاريزم بتاع شخصية هان باك دن لما سافرت اليابان يا مان صرت ماشي وسط اليابان ومشغل الميوزيك دي لدرجة دي الفيلم معلم معايا يعني وعندك الكامسة التانية الكوبرا انه هو لما قرر انه يريبلس او يجيب حد يملى الفراغ اللي تركوا ذراكو اللي تركوا ستيدم راح جاب جون سينا حبيبي محتاجي مرا نوشه معندوش تعبيرات وشه ما بيعملش حاجة وحطوه في تحدي درامي مش انت جايب جون سينا مثلا عشان تدخله جوه الاكشن وجون سينا اصلا معملش حاجة اكشن كويسة اساسا يعني بس جون سينا الحاجة الوحيدة اللي عمالها كويسة فعلا الكوميديا الافلام العائلية او الافلام اللي فيها برضو شوية كروت كوميدي كان دمه خفيف فيها بصراحة جدا لان هو دمه خفيف هو ما بيمثل هو اخد جالب من شخصيته وبنى عليه هو ما يسمى بالشومان هو عنده الشومانشب ده بكل تأكيد بس حاجة المراجعة كانت سبوت اون انت جبتلي اجل واحد يعرف يمثل وديته اكتر الادوار التمثيلية ودخلو عقد بقى ده انت الابن المغضوب عليه المنبوذ اللي عنده صراع ما بين الخير وشر حتعبر عن ده ازاي يروح جنسين عمالها واللي كان واللي سوى مع ابو الخدعة هديك واللي انت ظلمتوا اصلا السنين دي كلها الوادي الصغير اللي هما جابوه في الفلاشباك بيعرف يمثل كويس احسن منه بكتير نخرج لانا خلاص انا ممكن اسب خلينا يشكر يسير كده ايش بعد انت بعد راثوف مان وبعد ارمي اوف دا داد عملت كرويلة ليه ما اشوف كرويلة يا مهدي انا انا كنت مبارح بحكي للناس في الستريم المخطط اللي انا بعمله انا قررت ان انا ححرم ديزني من ثمن التذكرة بتاعتي في كل فيلم كارتون بيتعاد لايف اكشن لغاية لما يحصل لهم عجز راهيب في الميزانية ويقرروا يوقفوا المشروع دا وده مخطط حياخد مني مئات السنين بس هفضل ورغة لمحاقه حبيت الهدف النبيل حبيت الهدف النبيل لازم يبطل كرويلة لازم تشوفه لازم تشوفه ادي له فرصة ما هو مولان ولا هو لاين كينج هو استاندالون فيلم ولا حيبقى فيه موويل بعد كده الواضح انه فيه موويل وهذا انتقادي للفيلم لانه الموويل ما هي ميك سنس بالذات انه احنا تربينا على نسخة مئة مرقش ومرقش مع هالة فاخر الله يحفظها ان شاء الله يعني اني الان صوتها بيرن في ودني لما كانت بتمثل فالشخصية حقا ترويلة ديفيل اللي شفناها في مئة مرقش ومرقش الى الان مع الفيلم السيكول ما وصلت لها فكيف هتروح لها المفروض انه الفيلم الجاي هو الفيلم اللي احنا شوفناها اللي هي هتروح فيه فول فيلون بس انا مش شايف ابدا بالضبط فانا مش شايف الى الان انه اما ستون في هذا الفيلم قدرت توصل للحفة زي مثلا مع انه مقارنة سيئة جدا زي مثلا جوكر كيف اعطانا ارثر وقلب على جوكر مع نهاية الفيلم تقول اه اوكي وصل فول فيلون لا ما شوفنا الشيه ده مع انه مع اختلاف التصنيف اللي عارف فيه الف واحد كيف تقارن ما بقارن انا بقول لك انا مش فاهم ايه الارهاب اللي احنا عايشين فيه ده دي يا جماعة السينما لا بقى صراحة بقى انا تعبت بقى اللي كل ما نيجي نقول كلمة يقول لك حقيقة يا ايوة يا ده يا اخوار بارف يده انا خايف من المسائلة السياسية انا خايف من المساءلة الجمايرية انا خايف معرفوش اهو اتو هستريتونا يا عام انت فيه يا عام تتسيبونا نتكلم يا عام ده اين الارهاب والخوف اللي احنا عايبين فيه ده ده اللي بيكلموا فيها في السياسة لا بيخافوش كده يا عام الأحزاب الأحزاب هي ضيعت الأفلام اليوم زي ما ضيعت الكورة بتضيع الأفلام بالضبط الكورة على الأقل فرقة وفرقة وانا لازم أشجع ده وبقيت ضد ده بالأفلام دي كلها لكن السينما المفروض ان احنا كلنا جايين نحب بعض لا 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 في حزب في حزب سار لزاك سنايدر في حزب لدي سي في حزب لمارفل في حزب الأثاكن تايتن في حزب فانت لو جيت على مكان التاني يا حتنحسب مطبل يا حتنحسب ماسي على الموجة يا حتنحسب انه انت فالأخير المتابعين تبعونا اللي بتبعونا الفترة طويلة ده حين انا هذه السنة الخامسة ليا وانت ما شاء الله اكتر خلاص شافوا العشرات وشافوا الاتنينات وشافوا التلاتات وشافوا اللي مع الموجة وشافوا اللي عكس الموجة وشافوا اللي يعتبر تطبيل وشافوا اللي يعتبر عكس التطبيل فالمفروض أنه ما في شيء يحسب علينا فعاد دوس ولا عليك آه هو زي قرنه بالجكر وقارن إيمستون بإخوة كين فيه إسباقه كمان يلا مالها إيمستون معها أزكر معها لقب فيها إيه وش أطرى البنت والله والله ش أطرى بس أنا عاوزهم يسخوا على موضوع ديزن أنا شايف أن اللي بيحصل ده عيب عيب أن ديزني بالحجم بتاعها اللي ازداد في العملقة وفي السيطرة وفي كل الكلام ده ومش لقيين حاجة يقدموه غير قصص قديمة ده عيب يعني طب أقول لك حاجة أقدر أفتي أقدر أفتي تسمح لي أفتي في حاجة أنا مقتنع فيها شخصيا أظن ويمكن كثير حيختلفوا معايا لأنه الإبداع ما له حدود بس أظن أنه دائماً حنرجع للأشياء القديمة خصوصاً القصص وحنلاقيها عظيمة والجديد يا بيقتبس منها يا بيتفرع منها وهذا يجي فائدة الأسبقية الناس اللي جوا من بدري قدموا قصص ما كان في قبلها شيء أو يمكن مبنية على أساطير هم أول من استغلوا هذه الأساطير في بناء هذه القصص واللي هي تعتبر أساسيات في في كيفية بناء قصة فكل ما يطلع شيء جديد اليوم يا إنه شيء متفرع من قصة قديمة أو مقتبس من قصة قديمة أو بنفس الستايل واللي بيحاول يشد ويطلع بشيء جديد بيكون مرة غريب أو مرة سيء أو مرة غبي ويمكن تصطف شايف يعني بعد 60 ألف حاجة ممكن تصطف معاك واو قدمت حاجة جديدة فأنا كشركة عندي أرث قدي إيش كبروا طبيعي إني أرجع أستغل هذه الأفلام ليش أنا مثلا ولدي أولادي أخدتهم ديزني على كاليفورنيا ودخلتهم في فلوريدا وديتهم أورلاندو أورلاندو في فلوريدا دخلوا على ديزني ما يعرفوا الشخصيات يا مان ما يعرفوا أنا ومرتي مستمتعين مع الشخصيات أكثر من أولادي وديتهم تشكي تشيز بتذكر أرخص بعشر القيمة وانبسطوا يعني عيالي الذين كان وفرت الفلوس ودخلتكم كان أحسلي فهذا قعدت أفكر لو أنا المديرة التنفيذي حق ديزني وعندي جيل جديد طالع ما يعرف الأميرة النائمة ولا يعرف مئات مرقش ومرقش وما يعرف الإرث السينمائي العظيم وإرث القصصي الجميل وما حيتقبل مشاهدة الأنيميشن القديم لأن عينهم جات على ستايل جديد في الرسم أنا جربت سواء في الأنمي الياباني أو في الأنمي الكرتوني طب حرام أنا أفقد الإرث هذا ممكن نختلف طب يعني معد الإمتاج بطريقة أن الرسوم تقدمها بشكل جديد فهو جاء أخذها بأفلام حقيقية فهذا المأخذ الوحيد أو يمكن العذر الوحيد أنا شايف معاهم حاج من ناحية فنية ومن ناحية بيزنسية فهل الأفلام اللي عدوها دي ترجعت الناس تحب وتعرف إيه هو رجعت الناس تحب وتعرف مين هم رجعت الناس تحب مولان وترتبط بقصتها ما حصلش أبدا أبدا أنا بس بحاول أفكر زي هم اللي هما فاشل أنا أصلا الفكرة أن في حد يطلع مخطوط قصص ما يسمى بالجديد أو المبتكر دي بتقع في النطاق اللي أنت شرحته بنسبة 100% بس ما إحنا عارفين أن هم ما عرفش كام والناس كلها بتاخد منهم وتنوع عليهم وتضيف عليهم مع الوضع فالأتبار أن إحنا لسه معديين على فيلم كل اللي حصل أنه أخذ نوعية تحلبت دماجها مع نوعية تانية وحطها في ستاد كتر خير الدنيا أنا عشان كده بقول لزاك سنادر كتر خيرك أنت لو واحد لو كنت قررت أنك تقعد تعيش وتأكل وتتنفس الحملة بتاعة دونوف جاستس هتبقى برينس السنين وحتفضل طول عمرك على رأس الناس للأبد بس أنت عاوز تجدد أنت عاوز تشتغل وده شيء يحترم دول مش عاوزين يجددوا مش عاوزين يشتغلوا ولو بنتكلم على أن في حتة في الدنيا عندها أدوات الإبداع بتاعة اختراع القصص الجديدة لو ما كانتش عند ديزني يبقى نعمل شهادة وفاة للإبداع من أصل والله هذا اللي بدت تخاف منه لأنه ديزني فعلا مؤخرا انت فاكر وإحنا صغار كان فيه ديبارتمنت كامل جبل الرئيس التنفيذي الأخير اللي هو باب إيجر الأخير هذا كان جبله واحد جبله اللي هو كان مجدد لعاصر ديزني عمل قصة مختص بإنتاج الأفلام وإنتاج أفلام ديزني لا يعني أنه هي قصص الأفلام الكرتونية وحطوها لا أفلام أفلام عادية بس الإنتاج من البداية كون ديزني وكانت أفلام للعائلة وكانت أفلام جميلة جدا وتربينا عليها وحلوة ليش ما يرجعوا لهذا الستايل أنا ما يعرف إحنا مفتقدين لهذه النوعية من الأفلام فأنا متفق معاك في هذا الموضوع حاولت ألاقي لهم مخرج ما أبدعوا فيه أبدا للآن بس في نفس الوقت أنا يعني بألاقي مشكلة أنه عندي أولاد بيكبروا الآن حرام ما عاشق نفس جمالية القصص اللي إحنا عشناها حاولت أفرجهم عليها مرة اثنين ثلاثة اللي زبطت اللي زبطت مع أولادي لاين كينغ لأنه عملوا ريماستر للتصوير وعملوا HD بالكاميرا الواسعة زبط مع أولادي مثلا أب فيلم أب كان بداية الألفية بس الأفلام حق الثمانينات والسبعينات والستينات ويعني سنو وايت على The Mermaid على الأشياء دي كله أنسى طب هادي قصص حلوة حرام ما يعرفوها هادي قصص كلاسيكية أنا وصلت في النهاية لسلام نفسي مع فكرة أن ده عصرهم وزمانهم وشخصياتهم وذكرياتهم إحنا مش مفروض نقعد نورس ولادنا ذكرياتنا إحنا وطفولتنا إحنا والحاجات اللي إحنا شخصيا نرتبطنا بها صحيح شكل العالم بتاعهم يناسبهم وما يناسبناش أساسا يعني فأنتوا أحرار أنا بتعوا العيال في بعض الأحيان تعالى بص اعرف إيه هو لين كينج اعرف إيه هو جونجل بوك اعرف إيه هو علاء الدين اعرف إيه هو الحاجات دي لو مش عايز خلاص فاهم مش محتاجة أضربك على إيدك طب جينا على النقطة دي على الحلب خلنا نكمل على الحلب أنت عندك مراجعة The Conjuring الجزء الثالث أنا اعتراف الآن لكل والجميع أنا ما حب أفلام الراب يعني ماني من محبين أفلام الراب أصلا وما يدري لي أنا أضحك في أفلام الراب فأستحي أروح السينما لأن أنا أضحك يمكن مع الخوف أو يمكن مع الهبل اللي بأشوفه وبأضحك في فيلم اسمه ما أنساه شفته في 2010-2011 لو أنا فاكر صح وصلحوني في البحرين أيامية ما كان لديه السينما في السعودية شفته في البحرين كان اسمه ماما فكان الفيلم الوحيد اللي موجود وشفته أنا فاكر إلى الآن اللي كنت بطحك لدرجة الناس بطل فيه يا أخي استحى لدمك ووطلع برده فكنت بطحك فيلم ماما بطريقة غير طبيعية فمني من محبين أفلام الرعب بشكل كبير فThe Conjuring لا شفت الأول هو The Conjuring أكتشلي أنا مغيب ده الفيلم التامن جوه اليونيفرس ده في تواجد سلسلتين يا سلسلة The Conjuring وسلسلة أنابل وأفلام مفردة بتطلع أو بتنبثق من بعض الأفلام الأخرى زي The Nun واللورونا ديت وقريب حيعملوا The Crooked Man والكلام ده كله أنا أنا ما عنديش مشاكل مع أفلام الرعب ما هيش نوعية الأساسية لأنا بموت فيها وبحبها والكلام ده كله ولكن عاوزين نبص بص سريع على الخط الزمني بتاع أفلام الرعب لأن الأفلام الرعب أول ما بدأت في الأساس بدأت بشكل محترم جدا للتعبير عن الواقع ولكن من خلال الخيال زي ما نسبة اتجه للفانتسي للساي فاي تعال نروح شوية العالم الأرواح الشريرة أو الأشباح أو الكلام ده كله ونقدم حواديد عجيبة زي ده لما تعمل في بداية الدنيا وزي المونستر يونيفرس اللي تنتمي برضو بشكل قد آخر لأفلام الرعب ده أفلام سينمائيا مش خفيفة فيلم ده شاينينج وهو فيلم رعب ده فيلم سينمائيا مش خفيف إيبن دو هو عنده العنصر الغريب بتاع القوة الطبيعية وعالم الأشباح وعالم العفريت وعالم الكلام ده كله وبعد كده دخلنا في انحضار سيء قوي للنوعية دي بالتحديد لما يسمى برعب الكائنات الشريرة أو الكائنات الخارقة للطبيعة برز منه في بعض الأحيان بعض الأفلام الكويسة ولكن في الأغلب النوعية دي بقت نوعية الأفلام اللي بتيجي في الهالوين علشان الناس تلبس حاجات شكلها تخوف وتحتفل شويتين وخلصنا من الكلام ده كله لغاية لما ريسنتلي لا وشي تجاري بيمشي الكافتر زي المهيم ما هي أمريكا أي مع الموسم على طول عندك الأفلام الوطنية في الفورتوف جولاي عندك الأفلام العائلية في الكريسماس عندك أفلام الرعب في الهالوين وخلصنا على كده والحب في الهالنتاين والزبالة في يناير بس خلاص ده اللي بيعملوا طبعا مؤخرا زهر أفلام رعب كويس ظهر حاجة زي هيريد تاري ظهر حاجة زي ميت سومر ظهر حاجة زي الكلام ده كله أفلام غير مريحة في تجربة المشاهدة بتاعتها قبلها بشوية كان ظهرت مدرسة جديدة بتاعت تقريب الصور اللي احنا بنعيشها في حياتنا اليومية لشكل خرق من الطبيعة ونقدم من خلال لأفلام كويسة عملها إم نايت شاملان في حاجة زي ساينز وقبلها طبعا ده سيكستنز شوف أنا هذا النوع اللي أعجبني اللي هو مش رعب أكتر من إنه التجربة النفسية إنه دخلك في حالة نفسية مشدود يعني ما بيعتمد على الجمب سكيرز اللي هو بس كل شوية يطلع لك وجه شكله ولا شيء دي كلها تعالوا نسنين الجمب سكيرز الجمب سكيرز هي الضريب اللي لازم تدفعها وانتو تتفرج على أفلام رعب سواء كانت بتجيب معاك ضحكة أو بتجيب معاك حاجة غير مريحة الله أعلم يعني يعني مسلسل على نتفليكس أنا بالنسبالي هذا أجمل شيء رعب شفته لأنه لعب على عوامل الرعب كلها كل اللي ذكرته موجود فيه قوة خارقة فيه حتى ميكوب وناسبة أشكال غريبة فيه جمب سكيرز كمان بس مو هي الأساس مو هي الأساس حق القصة الأساس للشخصيات والحالات اللي يقلوا فيه والحالات النفسية هذا هو هذا هذا بالنسبالي أنا هذه نوعية بالعاكس تعجبني بس الرعب لمجرد الرعب اللي تقطيع لا لا سيب ما دي تصنيفات كتير محنا نستمع بينا شوية على أفلام الزومبي ما دي أفلام رعب تنتمي للتصنيف بشكل أو بأخر ولكن التصنيف اللي يهمنا هو تصنيف الكائنات الشريرة أو الكائنات الخارقة للطبيعة وبرضو دي موجة لما ابتدت تكتسب بعض الأشكال المحترمة أول ما تقدمت تقدمت في خارق للطبيعة وده كان فيلم غير مريح على الإطلاق فعلا ده كونت جورينج ما قدرش فيلم صعب أنا كرهت غضة نومي بسبب والفترة من الزمن انت عارف أن وقت هدوء أظنه كان ولدي الأكبر كان عمله سنة أو اثنين نما نزل فأنا ومرتي رجعنا البيت يعني من جد سنة خايفين على الولد يعني عارف كده أثر علي نفسيا أنا سيطرت علي فكرة شرية قوي أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل وانا نايم هو وانا نايم إيه اللي بيحصل حوالي الموضوع الموضوع سيطر علي الفترة ده كونت جورينج عموما أو كيونيفيرس وكسلسلة لا يرتقي لهذا العالم ولا ينصحق تحت عجلات موسم الهالوين لأنه في الأساس متخد من حوادث حقيقية ده كونت جورينج بالتحديد لأن دي المذكرات بتاعة الوارنز أدو لورين اللي كانوا في السبعينات وفي الثمانينات وفي النشطين وفي الفترة دي ودائما كان بينظر ليهم نظرة يا إما من المصدقين أو أنهم خبراء يا إما من المشككين جدا أنهم دجلين ولكن هم فعلا اشتغلوا على القضايا دي والقضايا دي موجودة والقضايا دي موثقة في التاريخ بالتدخل بتاعهم اللي الفيلم خده وضاف عليه دراماتايزيشن شوية وضاف عليه التجربة البصرية اللي بتدعم الناراتف بتاعهم فقصتهم دي ليها مرجع علاقتهم دي عمود فقري مهم جدا في كل الأحداث علاقة الحب اللي ما بينهم وعلاقة الألم اللي بتتركوا عليه التجارب دي كلها بالإضافة لحبكة التحقيق نفسه لأن كل قصة من دول وراها تحقيق في حاجة حصلت أو في حاجة حتحصل وإحنا لازم نحقق وراها ده اللي بيدعم أن The Conjuring 3 فيلم كويس ماشي على نفس النمط ما شغلتش باله بأنه هو يقدم شخصية جديدة لأن في أفلام قبل كده كان فيها جزء رخيص شوية زي The Conjuring 2 The Conjuring 2 فيلم أفضل ولكن كان عاوز يقدم لك The Nun وكان عاوز يقدم لك The Crooked Man لأنهم سبينافس وعايزين يكلوا عايش ده ما فيهوش ده ده مركز قوي على التحقيق ومركز قوي على قصة بتاعته تجربة الرعب بتاعته لا تستوي إطلاقا مع الأفلام السابقة وده لتغيير المخرج طبعا والمخرج أصلا مش كويس ما هو شاطر قوي يعني ولكن كفيلم رعب مش أسوأ حاجة في الدنيا إضافة للسلسلة قصة تحقيق ظريفة موسلية وتجربة رعب خيبانة إلى حد كبير انت لو تفرقتها أو مرتبط به يبقى لازم يشوف الفيلم ده أنا صراحة اللي بيشد انتباهي الكاستنج يعني طاقة ما تمثيل ممتاز الاثنين اللي في التمثيل تمثيلهم كويس يعني أنا ما شفتهم في الكونجرينج باش أعرف لهم أفلام تانية وطالما مستمدين أنا كنت بقول على الموضوع ده إن فهل هادي النهاية الآن هل هادي النهاية لا 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 نهاية مين كورسونتا لسه 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 فيه أكل عيش كتير هيحصل لا 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 ده لسه فيه سبين اوف هيطلع وغالباً ده كونجرينج هيكمل لأن المذكرات الوورنز فيها قصص كتير وفيها حواديد كتير ده منجم اللي يقع عليه ويقدر يجذب الناس هيكمل كتير عندك اهتمام آآ طبعاً عندك اهتمام باللي هيجي الحاجات بتطلع بشكل عندك اهتمام حلو هذا هام شي هذا هام شي يعني ما تنجحه هل حاست ان الحام بوصل لمرحلة ان هو يلفظني لا لأن انت ما بتخترعش قصص انت معتمد على المذكرات بتدراماتايز المذكرات داية وبتضفلها العنصر والخلاق للطبيعة في التجربة البصرية ده كل اللي هو بيعمله شبه الحواديد الكتيرة الجميلة اللي ممكن تكون موترة او مرعبة اللي بنحب نسمعها وبنحب نتبعها جميل وصلنا الان لاخر مراجع عندي وعندك الى الان يعني ايو مع انه احنا عملناها في جون بس خلاص احنا حنوقت مع الحلقة اي شي بعد كده الحلقات المستقبلية ان شاء الله ده كملنا موضوع النقاش ده حيكون دائما اللي اخر شي كلناه في الحلقة وموما يعني نحنا نعدي على شهر او على الفتر اللي حينا نتكلم فيها ويبقى ده حصل في اخرها ونيجي نقول ان هو في اول اللي بعده وبعدين نتكلم عن حاجة تانية بعده يبقى ظلم لان ده احسن حاجة في كل حاجة صح صح بالزبط اهدوبك يعني احنا اهدوبك وليطلع بالكونتن ده طيب اتوقع نهايتها ميسك هتكون واللي هو مسلسل انا استمتعت بكل لحظة فيه ومرة مبسوط ان الحكت نعمل المسلسل مهر يا جماعة كان مخلص المسلسل وقال لي انا شفت المسلسل وعاوزين نشتغله اسمه ميروف ايستاون قلت له انا متابع الهايب المعمولة حواليك وكنت مستني ينزل انا بتفرج الحاجات دي على اوه اسأل ما كانش لسه نزل فهو كان جاهز بالفعل ان هو يعمل المراجعة الكلام ده كان يوم الكنين تقريبا قلت له طيب اديني لغاية يوم الجمعة يمكن اعرف اخلصه وكانت الخطة بتاعتي حلقة حلقتين حلقة حلقتين وبعد كده معسكر يوم الخميس والجمعة والمراجعة تطلع واول حلقة دي اقعدت اشوفها كان يوم الكنين بالليل على اساس اني هشوف دي واقوم انام الساعة كانت ساعة ثلاثة الصبح نيكستينج ينو الصعب قد 11 الصبح ومخلص خمس حلقات يا راجل انا وامراتي اقعدا غاية الصبح تانيون بس السؤال اللي يطرح نفسه جدا انا شفت التويتا بتاعتك وانت كاتب انه انا كان الخطة انه حلقة واوقف ووقفت على الخامسة انا قلت اوكي صح ان الواحد ما يقدر يوقف بس كيف ووقفت بعد الخامسة انا الخامسة نهايتها كانت قاتلة يعني صرت ابراق ابراق بسرعة مع انه انا كانت بستمع اسبوع وهذا موضوع بتكلم معاك علي موضوع الاسبوعي انا كنت بسبوع بسبوع يا راجل انا كل اسبوع حلقة فالخامسة تحديدا التصاعد الدرامي كان عظيم ونهايتها في مقتل بس كلوجر حرفيا في مقتل الخامسة كانت كلوجر من غير مان غير اي حرق من اي نوع الخامسة اخيرا كلوجر اخيرا في حاجة وصلنا فيها الكلمة ممكن نقول عليها حلو كده وقوم خد نفسك لكن كل ما سبقها لا كل حاجة بتسلم حاجة وكل حاجة بتسلم حاجة اللغز بتاع الجريمة بتاعتنا وطريقة تطوره حرفيا دراميا حرفيا يعني عايز اقول كده مش حرفيا على مستوى البصري او على مستوى الاكشن او على مستوى الكلام ده كله حرفيا دراميا حاجة على اعلى مستوى في الدنيا لغاية لما لقيت فرصة ان اقول بحلو كده نكمل بكرة طبعا اتفقنا في التقييمة انا ديته تسعة وانت ديته تسعة برضو صح هل نقدر نقول انه هذا افضل مسلسل الـ HBO من تشيرنوبل مسلسل قصير من الكم تندرس بعد تشيرنوبل كتير اشياء جاد كان فيه ده اندوينج دسماتشا مش عارف ايه دسماتشا نويستو بتاع مارك رافلو ده وحاج ده ومارك رافلو يعني كان فيه فلام في النص كده وكان في الفيلم اللي فيه التحقيق برضو شا صلو بس 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 الحاجات ده تستات طبيعية ومؤشرات طبيعية وحقيقية جدا لماذا اهمية الامور دي لما تتفرج على مير اف ايستاون وينسيك اللي قبله ده مؤشر مهم اي فانا بالنسبة لي شوف تشيرنوبل مستحيل انسى بالنسبة لي تشيرنوبل افضل عمل قدمته اتش بي او في التاريخ الحديث يعني في اخر خمس سنوات تقريبا افضل عمل قصير افضل عمل مسلسل حتى يعني ايش في عندهم اتش بي او اخر خمس سنوات كلما خمس سنوات من 2016 اخر شي كان كويس كان وست وولت في 2015 او 19 انا ناسي ده السنة والان مير اف ايستاون فعلا يعني يعتبر عمل جيد جدا واللي عجبني في مير اف ايستاون واللي عجبني في المسلسل نخلي التمثيل على جنب لا القصة محبوكة يعني انت قلت نقطة في مراجعتك حبيتها جدا انا ما اخدتها ابدا كنقطة سلبية بس اقدر اشوف انت نظرتك ليش اخذها سلبية موضوع ان الامور تنكشف في الوقت الملائم انها تنكشف فيه تمام انا معاك انا معاك بس ايش البديل ايش البديل ايه سبع حلقات البديل كان حيطول كانوا حتتفرع بغرض التفرع عشان بس يصدف بعدين انه معلومة تربطها مع بعدين مقارنة انه سبع حلقات ومخلص تمام وانه فيه توستات منطقية ومانا عملت التوستات دي والصدمات لأجر الصدمات لأ كانت مبنية بشكل سليم تطور الشخصيات كان مفيد جدا حاجات انا بالنسبة لي الحلقة السادسة لما شفت احد الشخصيات بتدافع عن شخصية تانية او متقبل الحاجات اللي عملتها كنت تقول يا اخي ايش يعني ما في احد ممكن يحب احد للدرجة دي وجات الحلقة السابعة وشفنا لا ده مكلش حب ده لهدف اسمة فكله صح ممكن ناخدها من وجهة نظرته انه الكشف لأجل الكشف الملاءمة بس لو انه سبع حلقات لابرابو يعني انا كان ممكن يعمل موسمين يا باشا وعمره ممكن يعمل موسم تاني ببساطة ابدا ابدا وهذا اللي خلاني اعشق التمثيل فيه جدا سمعت مراجعتك وابغى نتأكد يعني امسكلك اتأكد من نقطة دي حب تكة معاك قلت انه هذا افضل دور قدمته كيت وينسلت وانا بالنسبة لكيت وينسلت قدمت ادوار اعظيمة جميلة كثيرة منها ريفولوشن رود مع ديكابريو منها سبوتلس سانشين اترنل سبوتلس سبوتلس ميند حق اللي مع جيم كاري فيلم جميل جدا والفيلم اللي اخذت عليه اوسكار واللي انا بالنسبة لي يعني هو بالنسبة لي هو يمكن ينافس ويمكن عشان عايش معاه اكتر اشوفه افضل من مير بستعمل وريدر او ذريدر دورها ذريدر وهو انا متفقد بمعنى ان هو ممكن يكون من الانتصارات الاسكرية المقنعة واللي صعب اوي حد يختلف معاها على مستوى المدج والصراع النفسي اللي موجود ولكن ذريدر دي شخصية بوشين مير دي شخصية بخمس تلاف وربعمائة وش وما فيش اي تنقض بينهم وبين بعض رغم ان لما نيجي نقولهم مستحيل يركبوا دي ام وجدة وبنت وبتحب وبتشتغل وكويسة ووحشة ووفية وخينة واخد بلها من شغلها ومهملة ايه دا كله ايه دا كله وانت وانت قلت حاجة تقريبا اذا قالوا انه ماهر ومهدي كتبوا المراجعة مع بعض حيكونوا صادقين في النقطة دي مع ان عمرها ما حتصير طبعا انا قلتها وانت قلتها انا قلت ايه شخصية انسانية وانت قلت قدمت شخصية انسان انه فعلا شايف نفسك فيلي احنا عبارة عن كتلة من التناقضات يعني ما في انسان دايما طيب ولا في انسان دايما شرير ولا هذه الاكستريم او الحد الاعلى من الطرف القطبين ما نشوفها الا في الافلام الخيالية والدرامية لكن فعلا لما تشوف شخصية بتزعل منها وتزعل عليها بتخاف منها وتخاف عليها انها تعطيك كل الجوانب دي ابدعت فيها صراحة انا اشوف نقطتك هنا فالى الان هي البيست اكتر او افضل ممثلة في الامي اتوقع هتروح لها يعني ما في الى الان ما في المثلة التانية في المسلسلات يعني انا كان في حد على تويتر كلاني في الموضوع ده قال لي مفيش يعني انت لو حتتكلم على اداءات تمثيلية نسائية في مسلسلات او في الدراما تليفزيونية بشكل عام مار بتاعت كيت وينسلت ويمكن بعديها الزاكرة بتاعتك تشوف امي ادمس في شارب اوبجيكتز وبعد كده حتتعب بعد كده حتلاقي في معاناة ان احنا نوصل للمستوى ده تاني لا معانا بس انت ما شفت شكله او شفت امتكد انك شفت بس انك نسيت اللي هو لا 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 اه اللهم اصلى سيدنا محمد اه ياهو بيتر كول سول مسافة اه عظيمة اي 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 وبالذات في الموسم الاخراني في حلقة هي اللي شالتها حلقة وحلقة عظيمة درجة توطر مرعبة بس لا 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 لو حنتكلم لو حنتكلم على دراما الوشوش ودراما التنقضات انا بقولك هي دي وشاربو اوبجيكتس شاربو اوبجيكتس بتاعت 3 سنين يمكن او سنتين او حاجة زي كده لكن لا مر مر ملموسة اكتر كمان لانها شخصية ما عندهاش مشاكلها النفسية هي مشاكلنا النفسية ما هي ووحدة موصومة بمأساة وهو مين في الدنيا ما عندهاش بمأساة مين في الدنيا ما فيش حاجة صاحبة عليه حمله هو مش دريان بالحملة لا هي صاحبة على ايه صحيح وانا حبيت لقطة مهمة جدا هو التعامل مع مشاعر الفقد موضوع انه يموت عندك شخص الله لا يحرمنا من احد جريب مننا ولا يحرم احد بيسمعنا بس هذا حالة الدنيا ترى ما حتحس فيه الا لو انت عشته او شفت واحد بيعيشه هتعري قدي ايه بيأثر على الناس هي مي مسألة انه شي صر لي وانا حأنسر لازم تتعامل انك تتعايش معه ومفاجأة انه ملكه يعرف يتعايش مع الموضوع وملكه يعرف يتعايش في نفس الوقت في ناس تمر شهر في شهرين في ناس سنين عشان يتعايش مع الموضوع شفت اجمل تصوير لهذا الشيء في المسلسل وهذه النقطة كانت قوية بالنسبة لك حلو كده يتهيال احنا كده خلصنا الاجندة خلصنا الاجندة فيه بقى الاجندة الخفية الخفية الحاجات اللي مبنئة الحاجات اللي تفرجنا عليها ومقلنش لحد ايوه اهم ما قلنا الاحد شفت ايه في السر يا ماهرة اعترف احنا لازم الناس تعرف انه اللي بيطلع على القناة لا يمثل بالنسبة لي على الاقل ما يمثل ولا خمسين في المية من الحاجات اللي بقى اشوفها انا حياتي قداما التلفزيون يعني انا عمل بيت عمل بيت انا ما عندي حياة غير التلفزيون والعمل ففيه اشياء كتير الفترة اللي فاتت كانت حلوة بس للأسف رمضان عيد اعمال تانية بالنسبة لي كانت تستحق الذكر حتى لو كانت هي اجمل من الاعمال اللي اتكلمت عنها بس من منظوري الشخصي مثيرا لاهتمام هذه الاعمال اللي اتكلم عنها حتى وهي سيئة اكثر من اعمال تانية تعتبر جيدة في نتفلكس كان فيه شادو ان بون صراحة انفاجأني انا كنت اتوقع ان هاخش اشوف حاجة من حاجات نتفلكس مؤخرا دي اللي هي شباب وبنات بسراحة وانا ابلها على طول كنت بخلص ومتكلم عن يوم ما كنتش مستحمل بسراحة بس انا شادو اوف بون يعني ما اخذي الوحيد مش القصة ولا الشخصيات كلها مثيرة بناء العالم كان مثير الاهتمام اني فاكر العالم الى الان وفاكر التفرقة اللي سايرة والحدود الجغرافية شيء يعني معناها انه قدم حاجة المسلسل بس يمكن القدرات التمثيلية ما عاشت لمستوى القصة انا اشوف كان ممكن يجيبوا ممثلين اقوى ويمكن هما صغار في السن يمكن انا تقييل عليهم بزيادة وهذا العامل الثاني انه القصة تعتبر لليونج أدولت او فئة المراهقين اكثر من انه فيلم ملحمي او مسلسل ملحمي مع انه بسهولة كممكن يجي لملحمة بس هو راح لفئة المراهقين وهي اصلا مبني على الرواية والرواية هذه اصلا رايحة لفئة المراهقين والنوعية الادبية بتنتشر وبتحقق نجاح كبير وبقاليها تصنيف لوحدها دلوقتي من وقت ما انطلقت مع The Hunger Games لغاية دلوقتي لما بقت حاجة لها تاريخ ولها سيطرة ولها اهمية كبيرة في الاجندة الترفيهية انا ما اعرف عن الرواية ولا قريتها بس قريت عنها انه هي كانت تعتبر في وقتها المنافس الوحيد او الناس يعني تعتبرها تنافس لجيكي رولينغ هاري بوتر فهم الاثنين كانوا في نفس الوقت يعني فهذا بالنسبة لي هو اللي خلانا نتفرج المسلسل بايدوين يعني واو في حاجة تعتبر زي هاري بوتر اوكي وما تحولت لفيلم الان خلنا نشوف المسلسل ما هو هاري بوتر ولا يوصل لمستوى هاري بوتر يمكن عشان عشان عشت مع هاري بوتر تمانية افلام بس والله كان مقدمة كان جيد جدا وانصح انصح ان الناس تتفرج عليه عندك عندك الملعب انا تفرجت على فيلم ما خدش اهتمام اطلاقا بسبب الاجندات السياسية بنت اللازين لانه من بطولة واحد اتكشفت له في ضيحة قريب وفقد الايجين بتاعه وفقد العقود بتاعته وفقد كل حاجة في الدنيا رغم انه كان من الشخصيات الواعدة والمسيطرة جدا وهو ارمي هامر اوو صح ايوه الناس ما خدطش بالها ان فيه فيلم صدر من شهرين تقريبا من بطولة ارمي هامر وجاري اولدمان وايفانجلين ليلي وفيلم بيدور عن قضية مهمة والفيلم ده اتكب عليه مية كده واتدفن ولا حد حاس به اسمه كريسز فيلم مبني على نفس النمط بتاع ترافيك اللي هي القصص المتوازية اللي بتقابل بعض في مرحلة من المراحل والحاجة اللي بتخصنا المرة دي هي قزمة الافيون سواء في الشكل الرسمي في تجارته الرسمية في شكل تصنيع وتصدير وكتابة الرشدات بتاعة المسكنات وعلى الجانب الاخر السوق الشعبي اللي بيبعها كانوا من انواع المخدرات تلت قصص المبنيين بشكل كويس جدا ان كل واحد فيهم بطل قصة وبيتقابلوا فيهم ناس بتتقابل في بعض الاحيان بطبقات مختلفة منها طبقات تأثير الحاجة دي للكواليس بتاعتها كيفية انتاجها كيفية اقناع المستهلك بيها والقسم اللي دعوا بحد بيحاول يوقف تجارتها وده بينتقل شوية لحطة البوليس اللي بيشتغل وشغل والكلام ده كله لغاية الاكشن لغاية الكلام ده كله ودراما متقدمة ومتطورة ولكن زي ما بيقولك الفيلم مكبوب عليه تماما في مشاكل طبعا ان هو بيحاول يناقش حاجات كتير قوي بنمط قصصي شفتناه في افلام قبل كده تم تخصصها لده يعني حطة الصناعة الدكتور او العالم اللي بيعاني من انه عاوز يقول كلمة الحق ده تعمل عنه فيلم The Insider فقط عن الحطة دي فقط فلا بتيجي تقوله ان هو قصة من ثلاث قصص ححيث انها underserved نفس الموضوع في قصة الزابط نفس الموضوع في قصة الام كل واحد من دول شوفناه في فيلم الواحده قبل كده فده اللي بيخلي الفيلم على مستوى الجودة الدرامية مش اعلى حاجة في الدنيا كان في منصة ولا سينما ولا فيديو ان ديماند ولا فين نزل ده ده تعرض في السينما ما اعتقدش ان هو موجود في اي منصة واللي بعتهولي كانت شركة التوزيع بتاعته اوكي انا والله ما افتكر انا ما افتكر مادري جانا لا لا انا جات فترة كنت انا بقول لك لا نزل في السينما ومتعملوش ماركتنج محدش حاس بيه اطلاقا جاري اولدمان بيقدم فيه دور كويس جدا جاري اولدمان من يوم ما اخد الاوسكار الى الان ما اخد فيلم بطولة بحته صح؟ من يوم ما اخد الاوسكار حق The Darkest Hour وانا اشوف انه اختيار دكي لانه اغلب اللي ياخدوا اوسكار الفيلم اللي بعدهم على طول يعني بيتقارن وجه في وجه فانت على جال اعطيهم نفسك من غير ما تروح دايما بكل شي حتى لو الفيلم مش حلو على اقل دورك انت يبقى حل بالضبط بالضبط انا ندي كمان حاجة ثاني مسلسل برضو على نتفليكس كان اسمه Serpent وبيتكلم عن سيرة ذاتية لواحد من الصب قدر انه ينصب على ناس كثير هو فرنسي من اصول مغربية او جزائرية او افريقية من يفاكر بالضبط ايش وكان موجود او انه ابو من هذه الاصول او حاجة وكان عايش في تايلند وكان ينصب على السياح وطلعت قصة حقيقية وكانت مشتهرة جدا وعليها وثائقيات وكده انا اللي خلاني اشوف هذا المسلسل انه البطل فيه عرفته قريب شفته في فيلم مؤخرا نزل في السينما وعملت عليه مراجعة يسمى düşم neuritalian انا رجعت 밖에 فيلم المؤخرا cdm me that aug ni عاجبني التمثيل البطل اللي فيه هو منثل فرنسي من اصول جزائرية او او ا Хотя انا مفكر اسمه بس لما شفته موصفته بحاجة كده أنا 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 من عارف أنا الناس لما قلت فرنسي زعلت تقول لك لا هو أصلا طبعا هو فرنسي هو بيقول عنه فرنسي إنه هو من الآخر من الآخر يعني بالبلدي زي ما بنقول عندنا لما لمامك تعمل توم هاردي في البيت حسيت إنه هو توم هاردي صغير في نفسه كده بس والله أشوف أداؤه في المريتانيا ما كان بطال أبدا بالعكس شدني لا ما كانش بطال بس هون بيستمد الكاريزمة بتاعته من نفسه أدواته ومهاردي مش قادر مش قادر أطلعه من روحه إطلاقا بس هو كويس جدا كمان وفي سيربنت أعطانا حاجة مختلفة فهذا اللي خلاني أتفرج المسلسل المسلسل طويل سكة تكة بس خلاني أكمله أنا ألا سنة بيدوية مؤخرا ما قلت لك شهيتي للمسلسلات نزلت يا عمي حلقة اثنين ما جاب معايا أنا أوقف أنا وقتي أثمن مني أضيع على المسلسلات إنه غزارة الإنتاج كثير يعني وممكن أكون غلطان ممكن إنه في مسلسل بفوتنا شي كبير بس إلا وإلا الهايب هترجع لي وأرجع هتفرج عليه بس إني أستكشف وأروح وأضيع وقت للآخر لو ما عجبني في أول حلقتين أوقع فاللي خليني أكمل للآخر هذا إنجاز لي حالي أعمل مراجعة أو لا في عوامل كثير بتدخل فيها بس اللي أخلص للآخر هذا معناته عدة على الأقل الإختبار الأول إنه خلاني أكمل ومو شرط أني أكمل وأعطي سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ممكن أن أخذ أقل بس إنه قدر يثير الإهتمام إنه أكمل للآخر والسلوب خلاني أكمل سبعة أو ستة بس طويلة طويلة حلقات ساعة وكانت ثقيلة شوية بالذات في البدايات بس أسلوب السرد القصصي كان متشعتر يا الله يعني لازم نقول أوه هذا الخمس سينات أوه هذا قبل أسبوعين أوه هذا بعد عشر أيام التنقلات كانت كثيرة فأنا خدتها تحدي أبغى أشوف أنت بتسوه إيه يعني وكان كويس كان كويس أنت بقى شفت مسلسل طويل أنا شفت مسلسل قصير وجميل وعسول وخلص من غير ما أحس بيه لدرجة إن أنا كنت ناسي إن أنا شفته أصلاً إيش هو؟ اسمه زيرو على نتلس ما عرفوش لا مسلسل إيطالي أنا أتمنى أن أكون جبت إسمه صح والله يمكن أن يكون إسمه حاجة تاني فهي لي اسمه زيرو مسلسل إيطالي مش عارف تمن حلقات تقريباً زمن الحلقة عشرين دقيقة بس ده موسم أول يبقى فيه لي مواسم أخرى بيدور عن حاجة أنا معرفهاش وكنت شعرف إنها موجودة بالكسافة دي وهي المهاجرين اللي عايشين جوه إيطاليا حاجة كده شبه المهاجرين الأفارقة اللي من شمال أفريقيا اللي عايشين جوه فرنسا بطبيعة الصابيربز اللي موجودة في فرنسا اللي شفناها في أعمال كتيرة قوي فرنسا وهي دي قوي مرة شوفها في إيطاليا بقى نظرة الناس اللي هم عاملة إزاي والأحياء هم عاملة إزاي والحياء اللي هم عايشين فيها عاملة إزاي من خلال ولد آآ بيوصل بيوصل بيتزا من أصول أفريقية آآ عنده سوبر باور وسوبر باور آآ ليها طبيعة معينة وهو مش عارف يستخدمها بشكل كافي مش عايز أقول إيه هي السوبر باور لإني مش عارف اسكت نحروقها في التريلر بتاعة المسلسل بس آآ بس آآ زريفة وطريقة التمثيل بتاعها زريفة وطريقة استغلالها زريفة وطريقة النجاح فيها زريفة وطريقة وطريقة الإخفاق فيها زريفة دي الجوانب المختلفة اللي هو بيتحط فيها زي الصدقات وعلاقته بأبوه وعلاقة غرامية بيدخل فيها وحاجات زي كده حتى عنصر المغامرة جوه المسلسل ده مخفيف جدا المشكلة الحقيقية في المسلسل هي نهايته لأن نهايته بتتضخم في الجانب السوبر ناترل أكتر شوية في الجانب الخارق للطبيعة شوية وبتحط له قصص مختلفة وشكلنا هنقضي معاه وقت أطول في المواسم اللي جاي بس أحلى حاجة فيه بقى بعيدا عن القصة وعن الدراما وعن الأكشن وعن السوبر باورز والكلام ده كله إن الحلقة عشرين دقيقة الموضوع ده عظيم يا أخي أنا نفسي يرجعوا للأربعين دقيقة المسلسلات كانت دائماً أربعين دقيقة كانت اتش بي اول وحيدة اللي تطلع للساعة ده حين كله بدأ يخش في الساعة سوبر هيرو الساعة حب محبوب ساعة كوميدي ساعة يا عم أرجعوا يعني ترى الساعة كتير ده فيه مسلسل إيطالي كوري مش عارف كوري ولا إيطالي ولا اسمه فنشانزو الحلقة ساعة ونص يا راجل عايز أشوف على دادفليكس عايز أشوف مسلسل في الخفيف يا جماعة وصح حاجة زي ما انت بتقولك ده أخرها أربعين دقيقة كل ما خوش خمسين دقيقة ستة وخمسين دقيقة ساعة وخمس دقيقة ما عرفش مين لغاية لما لقيت ده قلت ده تلاقيه في القصير دخلت لقيت ساعة واربعين ديئة انتو مجانين ساعة واربعين ديئة ده إيه ده أنا ما عودهاش في فيلم أبغا أشترح شيء للناس ويمكن الكل يتفق معايا أو لأ إيش تفرج أربعين ولا ساعة وإنت هتقعد تشوف أكتر من حلقة لا تفرج مرة كتير لأنه بناء الحلقة يفرج لما تكون ساعة حيمط فحتعيش إليين تأخد الجفلة وتتشد معاها أو ما تتشد معاها فأربعين دقيقة بيدخلك المنحنة حاج القصة وتخرج منه أسرع من ساعة وهنا حلاوة المسلسلات الأربعين دقيقة اللي تستاهل أربعين دقيقة إذا إنت الساعة وحلقة حاجة تستاهل ساعة روحة بس مون كل المسلسلات تستاهل بناء القصة داخل هذه الحلقة تحديدا أنه يستوحب الساعة موش كل اللي مزبوط تماما والمثال بتاع العشرين دي اللي بتكلم عليهم دوت هو مجرد الأحداث بتاعته من لحظات التأمل الزايدة من لحظات شرح أحاسيس الشخصيات والتنقضات اللي جوهام هو مركز على عنصر المغامرة وعنصر التفاعلات ويلا بيجري بينا أنا كنت محتاجة أشوف حاجة زي كده بصراحة شوف أنت هذا الشيء اللي يخلي أنت هذا حاجة ما تتفرج عليها بس إن شاء الله على يدي هفرجك على حاجة والاثنين هذا اللي يخلي عالم الأنمي بالنسبة لي أنا اليوم عبارة عن هروب لما اللي بغاهره من هوليد وكله روح هناك حلقاته كله عشرين دقيقة وفي عشرين دقيقة على اختلاف القصص بتخش ما بين دراما وما بين حماس وما بين إثارة وما بين تشويق في هنا اليابانيين شاطرين جدا في إلقاء القصة بسرعة مع أنه عندهم أنمي اسمه One Piece حينها هيوصل ألف حلقة تقريبا سيبك بس برضو يعتبر جبار يعني بس للعشرين دقيقة بتعطيك قصة وبتخرج منها بشكل جميل جدا لو أرجع بالسرعة أنت قلت إيطالي فكرتني بحالة شفتها أمس وثائقي عن روبرتو باجيو وثائقي ولا روائي الناس قالت لي روائي يعني هو في الأخير يعني في الأخير بيتكلم عن الشخصية يعني ما هو بس في واحد ممثل دوره أنا ما بدأ أنا بدو بقيت بقول لك أنه أنا مالي في الكورة بس أحب الأشياء هادي يعني أنت لو شفت واحد ما تعرفش ده روبرتو باجيو ولا واحد ممثل روبرتو باجيو لا 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 لسه بقول لك أمس بديته في الليل كنت أبغى بداف الليل بديته آكي أيوة شفتش كله لسه لسه أصلا في البداية كده شفت التحجة أبغى أنام فأقول إيش روبرتو باجيو ده ونمت يعني أنا نمت على كنت بس ألا كنت أشفته ولا لأ كنت بأخذ رأيك أنا بحب روبرتو باجيو بشكل كبير جدا لدرجة أني لازم أتأكد أنه لو فيه عمل بيتكلم عنه أنه بيكرموا بالشكل اللائق لأفكرة أني نحن نجيب واحد يمثل دوره ودي بالنسبة لي إيه أنا فتح كلام كده أنا اللي خلاني أحب الكورة أصلا هو باجيو يعني أنا وقفت اتفرش كورة من 2006 بس اللي خلاني أحب الكورة فترة المراهقة كلها كانت أبو ضفيرة يعني الضفيرة وكاس العالم والتشاهد حاج إيطاليا أبو دويرا دا كان معايا وتابعت تاريخه مع يوفينتوس وبعدين ميلان وبولونيا وكل الأشياء اللي أعملها فكان عندي فضول جدا إن أشوفه بس للأسف شغلت أمس ونمت فكنت بس ألا كستاهل أرجع دا حين أشوفه أنا معرفش أنا ما شفتوش ومش متحمس إن أنا أشوفه واللي سمعتوا عنه مش عظيم يعني من الناس بتوع الكورة والناس بتوع السينما اللي بحب أخذ رأيهم من الاتنين أجمعوا إن هو مش حلو لأنه مارادوني ولو أعلم مارادوني الوثائق اللي أعملوه كان حلو مرضوني الوثائق اللي أعملوه كان حلو جبار إيه كان جميل جدا بتاع فترة نابولي بتاع تلريزنفولد بالضبط من أروع ما يمكن الوثائق بتاع أنيلكا حلو رغم إنه قصير ومش مالي الدنيا قوي ولكن ناقش حاجات كتير أنا عشتها وعرف أهميتها أنا الموسم حاج أنيلكا اللي مع أرسنل فاكره كأنه أمس واو الأهداف اللي كان دايماً بيرفعها من فوق الحارس كان دايماً بيرفعها من فوق يعني أنا مع أنه جاء توري هنري بعدها وغط عليه وغط على تاريخه يعني بس الفترة حقاً أنلكا اللي جاء فيها الموسم داك كان بالنسبة لي يمكن هو أفضل موسم لأرسنل 98 يأخذوا ثلاثية فيها ما بغفتي في الكورة والله بس زمان يعني الموسم التاريخي بتاع الأرسنل كان مع هنري كم؟ 98؟ 99؟ مش فاكر انت عارف بقى أنا من أفشل ما يمكن في الموضوع السنين دا مش حاطل نخرج من الكورة يا باشا طيب احنا كده خلصنا وأتمنى أن الحلقة عجبة الناس كان فيه حاجة شفتناها وما كلمناش عنها ايش؟ The Friends Reunion ياعين ان نمو ايش دخل الكورة يا عم داهم حاجة نو نا نحن ننته هيدا نول الكورة أصلا يعني نا tutoring الدول إظمي شيء غامن ولكنو غامن culmini بالحقن دي ما عرفش، انا كنت الدول على الجزء انا نرى الحلقة Tell the böcker talking reunion أو الفيلم دا تبرا ساعة وشوية يعني مش حلقة وجاعت اليوم اللي بعد كنا تسمع أغاني أيام الجامعة جعل حساس حنين للماضي وomosotalgia both فضيعة 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 أنت كنت متفائل بالسبيشل ده؟ ما أعرف ليش كنت متفائل ما أعرف ليش كنت متفائل بس الأخبار اللي خلتني أتحطم كانت قبل ما يعرض بكم يوم أو بكم أسبوع لما قالوا جاستن بيبر مشارك وليدي جاكا مشاركة قلت إيش دخل جاستن بيبر يعني فرينز طلع هو لسه في الحفاظة ولنك حتى ما تولد يعني تجيبوه ليه يعني بس طلع أنه لا جابوه تم استغلالهم بطريقة مناسبة جدا بطريقة كويسة ما أخذي الوحيد ما أخذي الوحيد على كل ده أنه اللي عمل معاهم المقابلة أنا بالنسبة لي ما يستحق أنه هو يعمل معاهم المقابلة كفضل جيبوا واحد من فترتهم لو جابوا ستيورت يجيبوا لترمن يجيبوا ستيورت يعني كامل اللي ما طيقوا لو جابوه كان ممكن برضو يمشي معايا أنا ما أحب الودة يعني كوردون بالنسبة لي زي الواد الثاني ده اللي موجود ديلي شو ده ايش اسمه مو ديلي شو دي نايت شو فلن الاثنين دول عبارة عن فيك كل شي بيعملون مصطنع ما أحبهم بس برضو كان محتمل لأن الكاريزمة الطاغية حاجة الطاقم والذكريات القوية جدا كانت يعني كانت جميلة كانت حلوة أنا النستالجيا واجعتني في عيني وأنا بتفرق أنت مش متخيل حزنت وانا بتفرق حزنت عليهم وحزنت على نفسي وحزنت على حاجات كتير الفكرة أنك ترجع تعيش الذكريات دي كلها وكل ذكرة جماعة فرنز قعد عشر سنين كل واحد فينا طبعا مختلف الحقبة دي بالنسبة لي وأنا بالنسبة لي كانت سنوي وجامعة وما بعد الجامعة لغاية لما اتجوزت أنا المسلسل خلص في أول سنة ليه جواز وفرنز أنا مش بس شايف كل حلقة منه ده نقاري السكريبت بتاع كل حلقة منه وشايف كلك اللي باية بلوبرت عملت في حياته وكل الانتروفيوز اللي ممكن يكونوا عملوها وكل التفاصيل بتاعته كل اللي أي حد في الدنيا ممكن يأتخيله فالحلقة عندي في فرنز مرتبطة بيوم عيشته في حياتي الذكرة في فرنز بتفكرني بمرحلة مهمة في حياتي أني في الآخر أشوف جوي بعد ما بقت جوي وماتيو باري بعد ما بقى كبير والناس ديت وبعدين أرجع عفتكر أنا كان شكلي إزاي أنا متفرج عليهم وهم صغيرين واللوقتي يبقى شكلي إزاي الحلقة بالنسبة لي بكل تأكيد كانت تجربة حزينة بكل تأكيد مش وحشة حزينة فرق كبير أنا أكتر شي أثر فيه كان مناظرهم هم كبار الحريم طبعا يعني السيدات عفوا ما عادة فيبي الوحيد اللي باين عليها الكبر الاتنانا التانين ضربين بوتوكس ألف هما الخمسة ضربين كل حاجة في الدنيا معادة جوي مثلو بلون الوحيد الرجل كبر بس يعني بس برضو كان حزين بالنسبة لي إن أنا أشوفهم في بهذا الشكل الجديد يعني الشاندلر بالنسبة لي كان كتلة من الحيوية جوي كان الوسيم اللي يعني تلاقي كرشه قدامه قد كده وراحت عليه يعني يحسسني أنا جدي أكبرت مش هو كبر أنا هو ده أنا قد إيش أنا قد إيش كبرت وفكرني لو فاكر معايا المسلسل حكفات الحمامة اللي عملته في التسعينات كان أول مسلسل تعمله بعد انقطاع طويل جدا ويجي معاها في المسلسل أحمد رمزي وشوف أحمد وقابله كان أحمد مظهر في ضبير قبل حكمة برضو بس أحمد رمزي في الفيلم في المسلسل ده أنا ناسي اسمه اللي في التسعينات وشوف أحمد رمزي أصلا وكرش ومدور فهنا أحمد رمزي والفلام الأبيض والسود والحاجات دي فأنا بالنسبة لي أن أشوف شخص عشت معاه في حقبة زمنية وأرجع أشوفه بعدين إنهم كلهم كلهم باستثناء جينيفر آنستن ما شفنا لهم أعمال بشكل مستمر يعني ما بولف عليهم وهم بيتغير شكلهم فجأة سبتهم في زمن ورجعت شفتهم في زمن آخر فكانت قوية علي شوية كانت قوية علي شوية بس الشاهد حتى فرنس ما سلم انقسموا الناس لثلاثة فيه ناس زي وزيك وعشنا الزمن الجميل وعشنا نوستلجيا وحنل الماضي وتلاقي رجعت لنا مشاعر سواء حزينة ولا جميلة حلو وفيه ناس اللي شغلهم الشاغل إنه ساينفيلد أحلى ترى يا جماعة سيبوا فرنس ترى ساينفيلد أحلى يا جماعة ولا فيه فئة هوي بتروني ولا ذا أوفيس أحلى يا جماعة ولا ذا أوفيس أحلى واللي الأصغر شوية يقولك هوي متو ماذر يا جماعة هوي متو ماذر وفيه الفئة التالتة اللي أنا متفاهمها جدا اللي أنا متفاهمها جدا يعني ومهما يحطوا على المسلسل ومهما ينتقدوا المسلسل أنا متفاهمهم جدا اللي بيقول لهم بنتفرقوا وبنتحكشوا ومش حلوه بالضبط بالضبط لأنه بيتكلم على مواضيع ما هي مواضيعهم على زمن غير زمنهم الله يناور عليك أسلوب التصوير حق السيدكم مختفى اليوم يعني مودرن فاميلي وبيك بانك مودرن فاميلي اللي قدمنانا كوميديا ولا التاني دا ناين بروكلي ناين ناين أو واتفر كلها كوميدي من غير الساونتراك اللي في الخلفية والستيديو فهذا الكوميدي والسيدكم الجديد للجيل الجديد إحنا عشنا حياتنا كلها على هذا الستايل على أنه في ناس تضحك فصعب صعب زي ما تكلمنا على ديزني جبل شوية وكيف تجيب الطفل الصغير طوري هي نفس الشي فأنا ما أقلوم دول بس العالم اللي حط على جولنا إحنا نجرهم من نجرنا يا عمي لا شوف ساين فيلد يا عمي والله ساين فيلد عظيم وأوفيس بالنسبة لي رائع جدا بس أنا دا فرينز كمان رهيب سيبني مبسوط إيه مشكلة الناس حسست للبني آدم لازم يمشي بعلبة واحدة بتحب مخرج واحد وفي السوبر هيرو يونيفرسز بتحب يونيفرس واحد وفي المعرفش مين بتعرف ولو ما ينفعش يبقى عندك اتنين ولو بتحب واحد يبقى لازم تنضم معنا في حملة تدمير الآخر إن عندهم الحب والكراهية مربوطين ما ينفعش أحب حاجة من غير مقره اللي قدامها صحيح دي الحاجات المشوهة أنا معك تماما في اللي انت قلت مش زمانهم مش حاجاتهم لو مش قادرين يتواصلوا معاهم هم أحرار ويسيبوا الباقي في حلقة بس يا صحيح صحيح وصلنا للنهاية يا محمود حبيب وصلنا للنهاية حلقة برضو يا جماعة احنا من الأول لما جينا الكلام كنا متصورين كعادتنا يعني هنعمل حلقة هتطلع الساعة ونقدت فيها وبتاع كل مرة نقعد نقول الكلمة دي مرة نبوز كاميرا مرة ندخل الصبح اللي لاينا في سنا بالليل المرة دي دخلنا في ساعتين أدونا رأيكم يا جماعة هادي أول حلقة فياريت دون أراء كانت الفكرة كمان إنه ندخل أخبار كلنا بغنجيب أخبار السينما ونناقشها بالصراحة ما لجينا وقت إن شاء الله مع الوقت نلاقي لها طريق الأخر نعرف نظام التدق وحتلقوا مشاكل تقنية بالهبل بقى أنا حاسس إنه نال فيديو كله بصص في السقف لإني بكلم ماهر في كاميرا وبصور بكاميرا تانية وهو بصدر جنبه وكل شوية بص لكاميرا صحيح بي نسى إنها موجودة أصلا معلش تجربة أولى وبتاعي همينا جدا أن نعرف فعلا رأيكم فيها وإيه اللي ممكن يتعمل عشان تتحسن ده حيبقى شيء مفيد جدا بإذن الله يلا نورتين يا دود حبيب ألدي وإلى اللقاء الشهر الجاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يلا وبيبور شبه على خير مع السلامة